السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة معانا من هناك زملتنا نرهان طمان وكمان في ضيافتها كابتننا الكبير حارس مارمان نادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن هادي رفعت نادي اهلي مديد نصر معانا زملنا محمد توفيق وكمان كابتن احمد السحيلي كابتن النادي الاهلي السابق وفي اهل الشيخ زايد زملتنا هانا ابو الاسم ومعاها كابتن محمد عبد الوارث اعتقد يعني تغطية من كل الفروع وكمان هننقل تغطية خاصة جدا لفريق النادي الاهلي من فندق الاقامة الى ملعب المباراة عشان نكون معانا او تكونوا معانا لحظة بلحظة مع زملنا فاروق صلاح كل كوليس المباراة كل حاجة كل حاجة عايزين تعرفوها هتشوفها هنا عندنا النهاردة في قناة الاهلي بكل اللي احنا قلناه وكل التغطية معانا النهاردة استيديو تحليلي بقيادة نجوم مصر وهو بقيادة كابتننا الكبير وصانع النجوم وشيخ المحللين كابتن محمد الالفي كابتن محمد الالفي تاريخ كبير جدا في كرة اليد من اللاعب الى ان وصل الى النهاردة هو كبير او يعني يقول كبير مدربي مصر وفي الادارة الفنية والتحليل وحاجات كتيرة جدا جدا هنشوفها في الفقرة التحليلية ومعانا كمان كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر كابتن ياسر لبيب بيب وكرة اليد المصرية وكمان معانا كابتن حسام غريب كابتن نادي زمالك وكابتن منتخب مصر والدبابة البشرية كلنا عارفين مين كابتن حسام غريب هيكون معانا كمان وكمان معانا نجم مصر ونجم نادي الولمبي وكابتن نادي الولمبي وكابتن مصر كابتن احمد بلال اللقاء الصمراء في عالم كرة اليد هو عميد لعيب العالم في كرة اليد اعتقد ان النهاردة قدامي انا شخصيا قاعد قدام كابتني كابتني الكبار اللي انا اتمرنت معهم واشرفت كمان اللي لعبت معهم صدقوني النهاردة هيكون في وجبة دسمة جدا في كرة اليد داخل استيديو قناة الاهلي خلينا نتكلم عن المباراة مباراة صعبة مباراة مهمة بين فريقين في اي حاجة الاهلي والزمالك هلعبوا فيها تكون مباراة مهمة جدا ومباراة قوية جدا للتنافس بين الفرقتين على كل الالقاب في تاريخ البطولات وفي تاريخ كل الالعاب المباراة دي النهاردة احنا بنقول في خلال قناة الاهلي مباراة اسمها خارج التوقعات خارج التوقعات ليه؟ لان نجوم نادي الاهلي اللي لسه كسبنين افريقيا وجيين النهاردة عندهم حماس وروح وعندهم كمان هم يكملوا الانجازات من ساعة كاس مصر لازم نرجع للسنة اللي فاتت خسرنا دوري كسبوا كاس مصر كسبوا بتروت افريقيا ابطال الكؤوس والنهاردة بعد اسبوع واحد بيحسموا لقاء سوبر افريقي مع نادي زمالك اللي عنده تخمة كبيرة جدا برضو من النجوم كل التفاصيل دي هتحسمها جوه المباراة المباراة دي مش هتخلص من بدايتها المباراة دي هتستمر كتير جدا لغاية سفارة الحكم حكام النهاردة من تونس الشقيق اللي هم هحكموا مباراة السوبر النهاردة لكن شيء مهم جدا ان الكبير لازم يظل كبير ويكون حاضر في المناسبات نتمناها اهلوية زي ما فرحونا من اسبوع فات من اسبوع بالزبط فرحونا بيه بطولة ابطال افريقيا لابطال الكؤوس النهاردة نستنين نجوم النادي الاهلي في المباراة انا اتكلمت معاهم اللازم اقول تفاصيلة سريعة جدا انا اتكلمت معاهم وكلمت معاكم طريق محروس وبامانة ان شاء الله بإذن الله هم عندهم ثقة في نفسهم وثقة بالله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب نتمناها اهلوية اكيد لازم زميلنا فاروق صلاح من مراسلنا في فندق الاقامة اكيد لازم هنخرج ليه سريعا ويكون معانا زميلنا فاروق صلاح مساء الخير مساء النصر مساء ان شاء الله كل حاجة كويسة لكل جمهور النادي الاهلي كل التحية لك يا كابتن خالد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان ان شاء الله مساءل نصر مساءل انتصار مساءل ان شاء الله يكون القاهرة النهاردة أو مصر ان شاء الله باللون الأحمر هو فوز النادي الاهلي ان شاء الله على نادي الزمالك في كأس السوبر الافريقي يعني أنا عايز أخد من كلامك يا كابتن خالد واضح أن أنت كنت قريب جدا من فريق النادي الأهلي اللعبين أو الجهاز الفني سواء الكابتن طارق محروس أو الكابتن ياسر الرملي كلمت في نقاط مهمة جدا الثقة اللي عند اللعبين الجدية للتزام التركيز كلها شعار لعبة النادي الأهلي من أجل السعداد لهذا اللقاء والشيء اللي أنا لمسه أيضا يا كابتن خالد التكريم الأخير للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس قدارة النادي الأهلي وسرعة التكريم أن أنا يعني قرار بسرعة تكريم الفريق عقب الفوز بكأس الكهوس الأفريقية على فريق وداد سمارة المغربي كان ليه تأثير كبير جدا ونقص تحسان عند اللعبين وإد دفع معنوية قوية عايز أكلمك على تفاصيل خاصة بالفريق استعدادا لهذا اللقاء إن شاء الله يوم يكون سعيد يا رب على كل جماهير النادي الأهلي على لعبة النادي الأهلي على كل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي طبعا الفريق كان دخل في معسكر منذ يوم السلساء الماضي عقب التدريب الأخير على صالة النادي الأهلي دخل الفريق لمعسكر مغلق في أحد الفنادق القريبة من صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر أدى الفريق تدريبين على يوم الأربع ويوم الخميس على صالة الدكتور حسن مصطفى الكابتن نوتاري محروس والدور الفني اللي بيقومه مع اللعبين والدوافق النفسية تعرف يا كابتن خالد والتكت واحد من نجوم النادي الأهلي عارف تجديد الدوافع بعد ما باطلع مبطولة وجدد الدوافع اللعبين ويشتغل على الدوافع النفسية كابتن طري محروس بيشتغل على هذا الأمر بصورة أكثر من رعا محاضرات فنية جدا مهمة جدا مع اللعبين تصحيح الأخطاء بيتكلم في كل كبيرة وصغيرة أعيز أقولك الروح اللي أنا شايفها مع اللعبين شايف يعني سلقة من اللعبين خاصة أنا كابتن نخالد زي ما حضرتك عارف أن فريق نادي الأهلي يعني بيضم تلت أجيال ما بين اللعبين لعيبة الخبرة واللعيبة الشباب واللعيبة الصعادين عاملين قوام مميز جدا لفريق النادي الأهلي النهاردة بقى تفاصيل اليوم لعبة النادي الأهلي كانوا تناولوا وجبة الإفطار في تمام الساعة 11 صباحا وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثالثة والنصف في هذه الأثناء طبعا بيبدأ نزول لعيبة النادي الأهلي لاستقلال حافلة النادي الأهلي والتواجه إلى صالة الدكتور حسن مصطفى اللي بتبعد عن مقر قامة فريق النادي الأهلي من 15 ل20 دي زي ما قلنا دور كبير جدا بقى عايز أتكلم على الجانب الإداري سواء الكابتن ياسر الرملي الكابتن هاني الكابتن محمد أبو زيد وتنسيق كافة الأمور لفريق النادي الأهلي ده دايما عهدنا بفريق النادي الأهلي يا كابتن خالد تعارف الأمور الإدارية دي بيتم التنسيق فيها من الأمور المهمة تعارف طبعا النادي الأهلي بيغيب عنه في هذا اللقاء محسن رمضان يعني إن شاء الله قدر أقول لك برضو أنه خلال شهر هيعود لفريق النادي الأهلي أيضا عمر خالد كاستيلو يعني عنده مزء في العضلة الضمة يعني خلال عشر أيام هيعود مرة أخرى لفريق النادي الأهلي طبعا الفريق بيعود لي اللقب عمر حجاج وأحمد إشام طبعا كلهم لعبة مميزة جدا وزي ما حضرتك قلت طبعا طاقم التحكيم النهاردة سواء التحكيم التونسي الكابتن سمير مخلوف الكابتن سمير كيريشان وهو يعني مجموعة من الاتنين حكام مميزين جدا من حكام النغبة في تونس يعني سبق ليهم إضاء يعني كانوا حكيموا في بطولة العالم للسيدات بيئي اليابان في 2019 وبطولة العالم للرجال في ألمانيا 2015 وبطولة العالم للرجال في قطر 2020 وبطولة العالم للرجال في مصر 2021 أنا موجود معك يا كابتن خالد لو في أي استفسار أي تساول نتكلم على قيمة الفريل هذا اللقاء قلني دلوقتي خلاص هم اللعبة بدأت روح للمباراة بدأوا ينزلوا بدأت يحضروا نفسهم خلاص كده توكلنا على الله بالفعل يا كابتن خالد بدأ دلوقتي نزول اللعبين خلاص اللعبة يعني خلاص بتتوجه إلى الملعب يبدأت نزول اللعبين خلال دقائق يكون التحرك إلى صالة الدكتور حسن مصطفى إن شاء الله يا رب دعواتك يا كابتن خالد ويعني أنا كنت عايز تبرك لك على عودتك من جديد لشاشة قناة النادي الأهلي إن شاء الله يكون يوم سعيد وشك حلو إن شاء الله وتكون يوم مميز لفريق النادي الأهلي ونبارد كلنا البعض يعني إن شاء الله عقب نهاية اللقاء نتمنها أهلوية نتمنها بشكرك زميلي فاروق صلاح من فندو الإقامة نتمنها أهلوية إن شاء الله بإذن الله نتمنى التوفير لفريق نادي الأهلي أنا بقول لكم نادي الأهلي النهاردة مركز وبإذن الله هنستكمل مسيرة انتصارات بإذن الله لفريق كرة اليد وفرق النادي الأهلي جميعا خلينا نطلع لي تقرير عن مباراة السوبر أهلي زمالك تقرير وترجعونا مرة تانية تتجه أنظار عشق كرة اليد المصرية والعربية في السابعة من مساء الليلة إلى لقاء الحلم مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد التي تجمع عملاقي اللعبة في القارة الإفريقية الأهلي والزمالك وبرغم اعتياد الفريقين على تلك المواجهة حيث سبق وأن تقابل ثلاث مرات في لقاء السوبر الإفريقي إلا أنه يظل لتلك المباراة طابع خاص نظرا لما تحمله من أهمية حيث تعد أكبر من حلم التتويج باللقب نفسه فالفوز بتلك المواجهة يعني التأهل لكأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من أكتوبر المقبل ويحتضن مجمع الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر هذا اللقاء وستكون هي المباراة الثانية في تاريخ المسابقة التي تقام في القاهرة بعد نسخة 2018 إلا أنها المرة الرابعة توالية التي يتواجه فيها الأهل والزمالك على لقب كأس السوبر الإفريقي حيث فاز المارد الأحمر بنسخة 2018 فيما حقق الزمالك الفوز في آخر نسختين ويخوض الأهل لقاء الليلة بعد حصوله على دعوة من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد إثر انسحاب النجم الساحلي بطل كأس الكؤوس من المباراة لأسباب مادية ليشارك المارد الأحمر حيث يسعى رجال يد الأهل للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر الإفريقي بعد التتويج بلقب بطولة كأس مصر على حساب الزمالك في وقت سابق من العام الجاري فيما عزز قطاع كرة اليد صفوف الفريق بتعاقد مع الكوبي أنخيل هرناندز إلا أن الأحمر سيفتقد لخدمات محسن رمضان بعد تعرضه لإصابة في الكوع سيغيب على إثرها لمدة شهرين ويدخل رجال يد الأهل مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة للغاية عقب تتويجه مؤخرا بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية إثر الفوز على فريق وداد صمار المغربي في البطولة التي أقيمت بمدينة ميكناس المغربية والتي حقق فيها المارد الأحمر الفوز على جميع منافسي ليحصد البطولة بالعلامة الكاملة وحرص مجلس إدارة الأهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب على إقامة حفل تكريم لفريق رجال يد الأهل تقديرا لما قدمه الجهاز الفني واللاعبون في البطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة في جميع المباريات والتتويج باللقب وهو ما ساهم في زيادة الحالة المعنوية للفريق قبل مواجهة الزمالك الليلة وقال طارق محروس المدير الفني لفريق الأهلي إن تكريم الجهاز الفني واللاعبين يمنحهم دوافع كبيرة قبل مواجهة الزمالك ويؤكد ثقة مسؤولين نادي بهم مشددا أن فريق يد الأهلي قادر على الفوز ببطولة السوبر الإفريقي خاصة أن اللاعبين في قمة التركيز ولديهم إصرار كبير على بذل كل ما يمكن من جهد للحصول على كل البطولات في الموسم الجاري وأجرى لاعب الفريقين المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 استعدادا لمباراة اليوم فيما أعلن لتحاد الإفريقي إسناد اللقاء لطاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائي سامير مخلوف وسامير كريشان زي ما شوفنا في التقرير مباراة أفريقية لكن بطابع عربي خالص أهلي زمالك حكام تونسة أعتقد المباراة دي هتمرتفعة جدا 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 من ناحية الفنية والنحية المعنوية لكل فريق ليه كل فريق النهاردة عايز ياخد الصبخ لأن اللي هيكسب النهاردة أولا عنده دوافع كثيرة جدا مباراة أهلي وزمالك بين فرقتين حاجة مهمة جدا اللي هيكسب هيكسب السوبر الأفريقي اللي هيكسب كمان هيوصل لبطولة العالم اللي الأنديالة تقام في السعودية في الشهر القادم بإذن الله النادي الأهلي استعد فنيا يعني تمام التمام ليه استعد كويس استعد كويس لأن بطولة أفريقيا اللي فاتت كان عبارة عن ست مباريات قبل ماتش السوفر أكيد فريق الزمالك أقوى من الفرق اللي النادي الأهلي لعبها في بطولة أفريقيا فرق قوية جدا لكن أكيد الزمالك بنجومه حضرين النادي الأهلي النهاردة يعني نقول أنه هو بقاله سنة أو سنة ونص تقريبا في استقرار فني وإداري داخل نادي الأهلي عفوا لكن نادي الزمالك النهاردة بيمثله أو النهاردة بيتحضر مدير فني أسباني مع جديد أوليفر روي وأكيد هناك فارغ بين التعامل مع اللاعبين بقاله شهر معهم في نواحي كتيرة هيكلم عليها محلل لنا لكن أكيد تكريم كابتن محمود الخطيب ليه لعيد النادي الأهلي وسرعة تكريمه كرئيس نادي الأهلي للعيبة دي إدهم دافع مختلف صدقوني اللاعبة دي بعد المباراة أو بعد التكريم لما اتكلمت معاهم قالوا لي كلام كتير جدا أن سرعة التكريم ده إدهم الدافع المعناوي الأكبر دي ماتش السوبر تأكيد أن الفوز والبطولات التعب والتعب والمجهود اللي عملوه كان النتيجة سريعة جدا من مجلس دارة نادي الأهلي بنشكر كابتن محمود الخطيب لأن فعلا كانت لمسة مهمة جدا أن يكرم علشان عنده بطولة كمان أربع خمس تيام بطولة السوبر بطولة مهمة جدا 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 ليه هي مهمة؟ لأن وصول لكاس عالم الأندية ده شرف ما بعده شرف وأكيد الرسالة وصلت لكل واحد أن دايما كابتن محمود الخطيب في ظهر كل لعيبة النادي الأهلي وفي ظهر النادي الأهلي علشان يوصلوا لأعلى البدليات وأعلى البطولات النادي الأهلي طبعا أكيد بينقصوا اتنين لعيبة مهمين إذا كان محسن رمضان أو كاستيلو الاثنين مصابين والاثنين مش موجودين داخل اللسكور لكن قيمة تكريم كابتن محمود الخطيب للاعيبة النادي الأهلي اللي احنا شايفينه قدامنا في الصورة ده قيمة مهمة جدا بتنطبع دائما وأبدا على اللاعبين وبتنطبع كمان على اللاعب اللي بيقابل كابتن محمود الخطيب ويسلم عليه ويقول له مبروك صدقوني شعور حلو جدا من اللاعبين كانوا مبسطين جدا على الستوري وعلى الانستجرام وعلى سوشال ميديا كل لعيبة النادي الأهلي حطوا صورتهم مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأكيد الكلام اللي بيتقالي النهاردة انهي مباراة خارج طوقات لكن صدقوني ولادي النادي الأهلي النهاردة هيكونوا مختلفين لأنها بطولة وبطولة مهمة جدا تخشوا دولاب وتكمل دولاب بطولات النادي الأهلي في كافة الألعاب أكيد النهاردة في مفاتيح لعب في النادي الأهلي وأكيد في مفاتيح في لعب في نادي الزمالك النادي الأهلي النهاردة بيخودوا كابتن إسلام حسن صانع لعاب النادي الأهلي ونحية التانية بيخودهم كابتن أحمد الأحمر برضو كابتن نادي الزمالك أكيد النهاردة في شغل كبير هيحصل بمعنى الاثنين مدرين فانيين النهاردة عليهم عامل مهم جدا شوط اولاني لعيبة شوط تاني مدربين كابتن طارق محروس وقليبر روي النهاردة هيعصروا كل خبراتهم في حياتهم علشان يطلعوا المباراة لمكسب ان شاء الله نتمنها اهلوية كابتن طارق محروس دارس دارس نادي الزمال كويس واتكلمت معاه برضو وقال لي انه درس اموره كويس وان شاء الله باذن الله يعدي بالمباراة كلنا نتمنها اهلوية النادي الاهلي دعم صفوفه بمحترف انخل هرنديز ده مهم جدا اللاعب الكويت الكويتي اللاعب ده حكايته بدأ في نادي بورتر بورتغالي وانتقل الى نادي عبد الحيلي القطري ثم الى نادي الكويت الكويتي النادي الاهلي جابه من الكويت الكويتي عشان يدعم صفوفه ليه لان كان المفروض انه هو كان يشتغل مع محصن رمضان وكمان كستيرلو لكنه يبقى في الباكرايت لكن كمان للاصابة محصن رمضان كان شيء يعني يعني زي ما نقول البطولات لازم فيه العيب بتطاعة مننا لكن لما وقع كمان في البكريت وجوده مهم جدا خلينا نشوف تقرير عن أنخل هيرنديز وترجعون لنا مرة تانية في إطار سعي إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم صفوف فريق اليد قبل لقاء الليلة أمام الزمالك في مباراة نهائي السوبر الإفريقي تم تعاقد مع النجم الكوبية أنخيل هيرنديز ونجح الأهلي في الحصول على خدمات أنخيل كوبي لاعب الكويت الكويتي على سبيل الإعارة في هذه المباراة فقط من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر في اللقاء المرتقب أمام الزمالك وذلك لتعويض عدد من الغيابات العديدة التي تضرب صفوف الفريق حيث يغيب محصر رمضان وسيسا للإصابة اللاعب الحاصل على الجنسية القطرية وصل مطار القاهرة مساء يوم الثلاثاء الماضي وشارك في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الليلة حيث يعول عليه الجهاز رفقة بقية نجوم الفريق لحصد اللقب المؤهل لكأس العالم للأندية المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية ويمتلك أنخيل هيرنديز خبرات كبيرة في مباريات شبيهة بتلك المنتظر إقامتها الليلة حيث سبق وأنشارك في جميع الدقائق الممكنة بنهائي بطولة آسيا مع الدحيل القطري دون الحصول على أي راحة وتمكن من تسجيل سبعة أهداف كاملة من أصل 27 هدفا سجلها الفريق في المباراة وسيدخل الأهل اللقاء بالثنائي المحترف المكون من هيرنديز رفقة النجم التونسي أسامة الجزيري لاعب الأهلي والذي ساهم في حصد المارد الأحمر لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية الأخيرة بجانب كأس مصر على حساب الزمالك في وقت سابق من العام الجاري زي ما شفنا تقرير عن لعبنا أرخ الهيرنديز أنا بقول لكم بطمنكم لاعب قوي جدا لاعب محترف في نادي الكويت الكويتي لكن بجد بيعوض كابتالة رحوس كان جايب ويشتعل مع محسن رمضان لكن النهاردة محسن رمضان مش موجود فهو اللعيب الأساسي في مركز الباكرايت نتمنى التوفيق لي بإذن الله وأنا بقول لكم هو لعيب سوبرستار إن شاء الله بإذن الله يكمل وخلي بالكوا حاجة مهمة بس عشان الناس اللي بتقول نادي أهلي بيستعير لأ دي حاجة رسمي في اتحاد الأفريقي إنه تقدر تاخد لاعبين يلعب معك بمبارات سوبر ويلعب معك داخل البطلات الأفريقية ده شيء طبيعي جدا جدا وده حق النادي الأهلي والنادي الأهلي بيستغل كله حقوق زي أملت لكم عندنا تغطية مهمة ومتميزة جدا من داخل التلات فروع في نادي أهلي مدينة نصر والجزيرة ونادي أهلي الشيخ زاد لكن خلينا نروح لأهلي مدينة نصر وزميلنا محمد توفيق نشوف أجوال لقاء الأهلي والزمالك السوبر زميني محمد توفيق لك الكلمة بسيء الخير كابتن خالد بسيء النصر بإذن الله على كل جماهير النادي الأهلي تحياتي لحضرتك وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان معاك من هنا من مقر النادي الأهلي بمدينة نصر وأجواء أكثر من رائع يمكن الإدارة التنفيذية استعدت لمبارات اليوم بشكل أكثر من رائع حالك طبعا زي ما انت عارف النهاردة الجمعة يوم أجازة فالإقبال أكثر من رائع هنا داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر الأعضاء كلهم يمكن مستعدين ومستنين قدام الشاشة في شاشتين عملاقتين هنا داخل الفرع الجماهير موجودة أمام الشاشتين يمكن فيه حالة من التفاول تسود بين الأعضاء خاصة بعد الأداء الرائع للفريق في كأس الكلوس الأفريقية وتدويج الفريق في البطولة الأسبوع الماضي إن شاء الله نشوف مباراة كبيرة تليق باسم النادي الأهلي وبطولة جديدة تخش دولات بطولات النادي الأهلي ويا رب دائما بالتوفير نادي الأهلي كلمة حالة كابتن خالد بشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد توفي وهنكمل ونستمر في التواصل معاك خلال المباراة ونشوف الأحداث في نادي أهلي مدينة نصر وإن شاء الله نتمنعها هلوية شكرا زميلي محمد توفي كده نادي أهلي مدينة نصر زي ما هو أهل زميلي محمد توفي إن النادي الأهلي مستعد وكل الأعضاء قاعدين أمام الشاشات الموجودة داخل النادي الأهلي في أهلي مدينة نصر وهتلاقي نفس الكلام في زايد وإهلي جزيرة كل الأعضاء مستنين مباراة ومباراة مهمة جدا خلينا كمان نشوف النهاردة أكيد الصحافة كان لها دور ولها كلمة داخل هذا المباراة ونشوف يعني مختطفات من أخبار الصحافة الأهرام الليلة الأهلي والزمالك في نهاية السوبر الأفريقي لليد الفائز يتأهل لمونديال الأندية الشهر المقبل وآريمو والخطيب ولبيب أبرز الحضور الأبيض الأبيض يعني على اللقب السابع والأحمر يسعى لحظة السنائية بعد التتويج بكاس أفريقيا ده يقصد النادي الأهلي عشان بس فيه كابتن أحمد الله أحمد لكن هو يقصد النادي الأهلي يسعى إلى التتويج بعد كاس الكؤوس الأفريقية كمان ياخد مباراة السوبر الأفريقي بإذن الله نتمنى أهلوية الأخبار تأشيرة المونديال تشعل الصراع الأهلي والزمالك سوبر اليد ساخن الليلة الأحمر يلجأ للسلاح الكوبي والأبيض يستعين بالخلطة الأسبانية الجمهورية البطل يتأهل لمونديال الأندية الأهلي والزمالك من السوبر من السوبر من السوبر إن شاء الله بإذن الله الأهلي الشروق ليلة الوصول للمونديال مواجهة خارج التوقعات زي ما قلنا بين الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي لكرة أليد الزمالك يبحث عن اللقب الثالث تواليا والأهلي يتطلع الانتصار جديد بعد التتويج بكأس الكؤوس بكده خلصنا الجرائد لكن برضو المواقع ليها دور معانا النهاردة كل الناس متتبع المباراة كل الناس بتكلموا عن مباراة الأهلي الزمالك في السوبر الأفريقي بالذات إن هي كمان على أرض مصر وصالت الدكتور حسن مصطفى موقع كورة معركة نارية بين الأهلي والزمالك على السوبر الأفريقي لليد لازم أنتم عارفين كل المواقع لازم تشد الناس في إصارة شوية في الأخبار على المواقع يلا كورة تسجرة المونديال صراع الأهلي والزمالك في سوبر اليد الوطن اليوم قمة نارية بين الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد بالنسبة لليوم السابع آخر موقع معنا الأهلي أمام الزمالك وجهاً لوجه في السوبر الأفريقي لكرة اليد اليوم بكده خلصنا الأخبار كل الأخبار بتتكلم على مباراة الأهلي والزمالك الـ 24 ساعة اللي فات وكل الأنظار تتجه إلى مباراة الأهلي والزمالك والسوبر الأفريقي لكرة اليد وإن شاء الله كلنا أمل وبإذن الله تكون أهلوية خلينا نروح لزملتنا هنا أبو القاسم في نادي أهلي الشيخ زايد ونشوف الأجواء هناك بساء الخير هنا برحب بحضرتك كابتل خالد وبضيفك الكرام وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد هنقل لكم الأجواء وكمان آخر استعدادات لمباراة الأهلي والإفريقي مباراة السوبر الإفريقي يعني خليني أقوله حضرتك أن الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي في حالة من الحماس والترقب طبعا مباراة مهمة جدا يعني بجانب أن مباراة الأهلي والزمالك بيكون لها طابع خاص لأ كمان مباراة النهاردة طبعا مباراة السوبر الإفريقي الفائز فيها هيتأهل لكأس العالم للأندية وهيمثل طبعا إقارة الصمراء نتمنى طبعا التوفيق والفوز لفريق النادي الأهلي ورجال النادي الأهلي النهاردة ده على صعيد الأجواء كمان خلوني يعني لكم الاستعدادات للمباراة من داخل فرع الشيخ زايد يعني الحقيقة الإدارة التنفيذية بفرع الشيخ زايد بذة مجهود كبير جدا يعني موفرة أربع شاشات للمشاهدة المباراة طبعا كل ده لخدمة الأعضاء يعني قبل ما اختم كلامي مع حضرتك طبعا بتمنى لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي كل التوفيق في مباراة اليوم وإن شاء الله يكونوا أبطال السوبر الإفريقي العودة لحضرتك مرة أخرى في الستوديو مرسيح مرسيح أنا جدا بشكرك وأكيد زي ما احنا شايفينه قدامنا في الصورة بدأ أوتيبيس النادي الأهلي تحرك أوتيبيس النادي الأهلي منذ قليل من فندق لقامة متجه إلى ملعب المباراة إن شاء الله بإذن الله هنتابع معكم لحظة بلحظة كل كواليس المباراة ونتمنىها إن شاء الله تكون أهلوية بوقتين هنرجع ونكرر ونقول مباراة خارج التوقعات جماهير النادي الأهلي تتمنىها أهلوية واستكمال لمسيرة انتصارات لعبي كرة اليد بإذن الله يوصلوا وبإذن الله نكون معاهم ونتكلم في كل الأحداث زي ما احنا شايفينه قدامنا في صورة كابتن طاري محروس قبل ما يركب الاتوبيس بيتكلم مع لعبته كله أمل كابتن ياسر الرملي بيدي سابورت اللعبته تدقوني كل الحاجات دي بيكون حائلة نفسية حتى محطد ربضان كستلو اللي مش موجودين داخل اللقاء كل اللعيبة شامل واحد وكلهم على قلب رجل واحد زي ما يقولوا كده وإن شاء الله بإذن الله هتكون ليلة من ليالي أفراح النادي الأهلي بإذن الله لأن ده شيء مهم جدا واستكمال الانتصارات بإذن الله كرة اليد بالنادي الأهلي خلينا نطير سريعا جدا إلى نادي أهلي الجزيرة وزاملتي نورهان طمان مساء الخير يا نورهان مساء الخير يا كابتن خالد ومساء الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله يكون مساء الناصر النهاردة ويكون الناصر حلفنا طبعا في المباراة الهمة وليمكن طبعا احنا هنا في قناة الأهلي مهتمين بيها مش بس كرة القدم احنا كمان طبعا أكيد كرة اليد كمان بعد يعني احنا هنا طبعا من مقر نادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة يعني بنحاول نوصف لكم الأجواء يعني شايفين بهجة كبيرة جدا في يعني النادي هنا الناس طبعا الأعضاء متوجدين يمكن لا صوت يعلو فوق صوت مباراة السوبر اللي احنا ان شاء الله بإذن الله بنستعد لخضها كمان ساعات قليلة كمان خلينا نقول لكم إن هيكون معانا كابتن هادي رفعت طبعا أحد نجوم النادي الأهلي السابقين وأحد أبطال السوبر الأول ويمكن الأخير اللي حققه النادي الأهلي الأفريقي يمكن زي ما أقول لكم الأجواء هنا في حالة من المرح ولا صوت يعلو فوق صوت كرة اليد على الرغم من أنه الفريق الأول متواجد يعني بيقيم تدريباته في ملعب التتش إلا أنه طبعا مباراة السوبر الأفريقي ما بين الأهلي والزمالك يمكن وكلة زي ما بقولوا كده وكلة الجو هنا في النادي كمان خلينا يعني نقول لكم إنه معظم الناس يعني إن شاء الله متفقلة جدا في المباراة دي على الرغم من طبعا يعني يمكن الأرقام إلى حد كبير بتشير إلى تفوق نادي الزمالك في بطولة زي بطولة السوبر الأفريقي ولكن جمهور النادي الأهلي دايما عنده ثقة في لعبي دي كانت معظم الأجواء هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة بإذن الله كابتن خالد نبارك لبعض بإذن الله إن شاء الله بعد المباراة بإذن الله أنا ألتقي بس أولي الإقبال واضح جدا على كل شاشات نورهان ولا إيه لسه معايا ولا نورهان إحنا هنا أوه إحنا حتى إحنا قدام إحنا لسه معاك كابتن خالد إحنا قدام الشاشة الكبيرة هنا في يمكن قلب المقر الناس بتحجز زي بالزبط لما كنا بنشوف المشهد في مباريات كرة القدم الناس بتحجز من بدري لسه طبعا شوية ولكن الناس متواجدين أمام الشاشات والأطفال الصغيرين مهتمين إن هم يتابعوا طبعا المباراة الشاشة الكبيرة يمكن واخدها نصيب الأسد من وجود الجماهير وبقيت الشاشات طبعا أكيد قدامها برضو الكثير من أعضاء الجماعية العمومية بإذن الله نورهان هرجع لك تاني وبعد المباراة وبين الشوطين وعشان نشوف أجواء مع كابتن هادي رفعت لكن عايز أقول لكم التلات فروع فيه كابتن أحمد السحيلي متواجد فيه نادي أهل مدية نصر وكابتن هادي رفعت فيه نادي أهل الجزيرة وكابتن محمد عبد الوارث فيه أهل الشيخ زايد خلينا نروح لفاصل عشان نستقبل كابتنا الكبار نجوم الستيديو التحليل النهاردة فاصل ونرجع نستقبل ديوفنا ترجمة نانسي قنقر اهلا بيكم مرة تانية وبداية الستيديو التحليل لمباراة السوبر الأفريقي أهلي وزمالك بصراحة شديدة أنا قاعد في استيديو النهاردة تقيل جدا كلهم كابتني شاب بسي بقى الكلام واضح وأكيد سعيد وهرحب بكابتن الفريق النهاردة ونجم مصر وشيخ المدربين وأصانع النجوم كابتننا الكبير كابتن محمد الألفي كابتن محمد الألفي أهلا بيك أهلا بيك يا خلود وأهلا بقى المشاهدين بتاع دقلات الأهلي يا رب الماضي يطلع جميل إن شاء الله بإذن الله خلينا نعرف ضفنا الكبير ونجمينا الكبير كابتن مصر وكابتن نادي الأهلي وبيبه كرة اليد المصرية كابتن ياسر لبيد كابتن ياسر منورنا ومصرفنا الله يخليك وأنا سعيد جدا أن أنت جمعتني بالكوكبة العظيمة ديت وعيشة العمر رب الله كمك يا كابتن ياسر ومعنا نجم نادي الزمالك ونجم مصر والدبابة البشرية وصديق العزيز كابتن حسام غريب منورنا الأرض في الهواء في قناة الأهلي كابتن حسام منورنا ومصرفنا أنا بشكرك وبشكر قناة الأهلي أن فعلا استضافة اللي استضافة النهاردة أن معايا كابتن الكبير الكابتن الألفي وأخويا الكبير ومن أعظم لعيب كورة اليد اللي جوم عشان الناس تعرف هو كابتن ياسر نبيب وكابتن أحمد بلال كابتن منتخب مصر ولولومبي سبخني كابتن حسام غريب في تعريف البشرة السمراء ونجم مصر وكابتن نادي ولولومبي وكابتن مصر وكابتني كابتن أحمد بلال منورنا ومشرفنا النهاردة في تحليل بوراة الأهلي نورك ونورك طبعا زايد بالكوكبة الكبيرة كابتني كابتن الألفي وكابتن ياسر نبيب كابتني وكابتن حسام غريب كابتني ده حقيقة وأصغر واحد فينا أنا أصغر واحد أنا أصغر واحد خانت أنا أسعيد جدا بوجودي معاكم ونتمنى إن شاء الله تكون مباراة يعني تليق بقرة اللي جد المصري إن شاء الله وأسعيد جدا بكم يا رب كابتن محمد الألفي هبدأ معك ميش؟ مباراة خارج التوقعات طبعا بتسميها إيه المباراة النهاردة؟ هي المباراة النهاردة أصلها لازم ما تتعبفعش تتقسم على تنين لازم واحد يبقى كسبان وعادي يبقى خسران طبعا البطولة دي بتبقى نتاج إن كل فرقة من فرقة دي لكسبة بطولة أفريقيا الزمالك كسب الدوري والأهلي كسب الكاس لكن الاستعدادات بقى للبطولة أو للمباراة دي طبعا الزمالك راح عمل معسكر في اسكندرية وليها بتاعة أربع مباريات هناك والأهلي البطولة نفسها اللي هو كسبها بتاعة كاس الأندية هي اللي عملت له زي فترة أعداد زي ما احنا شاهدين قدامنا في الصورة فريق دي اوتوبيس النادي الأهلي إلى ملعب المباراة صالة الدكتور حسن مصطفى تفضلك أفضل ألف فإن أنت تقدر تتكهن الماتش هيطلع إزاي محدش يعرف مين اللي هيكسب ومين اللي هيكسب لكن إن شاء الله إن شاء الله يميلوا ماتش كويس قوي طبعا الفرقتين أساسا اللعيبة بتاعتهم هم الأساس منتخب مصر كورة اليد في عشر أو حد عشر من نادي الزمالك وتسعة من نادي الأهلي فإن شاء الله ونتمنى أنها تطلع مباراة كويسة وما فيش فيها حزازيات ما فيش فيها اللي هيكسب مبروك واللي يخسر هارد لك بدون حزازيات واللي هيكسب نقوله مبروك واللي هيخسر نقوله هارد لك كابتل حسام غريب النهاردة وتوجد معاك داخل قناة الأهلي وكنا بنكلم قبل الهوى في مواقف كتيرة جدا ومنها على سبيل المثال وليس الحصر يعني أن كابتل ياسر لبيب جعب في نادي الزمالك قبل كده سنة وانت كنت كابتل نادي الزمالك إيه اللي حصل طبعا كابتل ياسر لبيب عشان بقاله فترة هو في الإمارات لكن لازم برضو نقول مين كابتل ياسر لبيب كابتل ياسر لبيب كان كابتل نادي الأهلي وكابتل منتخب مصر من اللعيبة أول اللعيبة اللي احترفت في مصر في ألمانيا ياسر بالنسبة لنا بالنسبة لنا نادي الزمالك حاجة حاجة كبيرة جدا يعني إحنا كجمهور وكنادي وكلعيبة وكجهاز وكأدارة إحنا بنحب جدا ياسر لبيب لأنه فعلا خلوق لعيب خلوق جدا لعيب مميز لعيب مش هيتعوض في الملعب لما حصل خلاف في النادي الأهلي ياسر لبيب ما ينفعش لبن هو يبطل فراح نادي الزمالك فلما راح نادي الزمالك إحنا كلنا رحبنا به بمجلس الإدارة وبالجهاز وما ينفعش ياسر لبيب يبقى موجود في الملعب لأنه هو كابتن كابتن نادي الزمالك ولأنه هو كابتن منتخب مصر فكان لازم ده ألف به احتراما لتاريخ واحد زي ياسر لبيب أنه هو يبقى كابتن نادي الزمالك ودي حاجة كويسة بالنسبة لي وشرف لي النهاردة كابتن خالد بأمانة أنه أنا يبقى معايا كابتن السلامين سدقوني هي دي الروح بين اللعبين وبين اللعيبة والأجيال المختلفة لكرة اليد طول عمرها كل الأجيال كرة اليد بهذا التاريخ وهذا الموضوع وكلهم إخوات وما فيش حزازيات كبيرة بينهم لأن ده تاريخ كبير في كرة اليد اللي عايز أقوله تاريخ كرة تاريخ عمل عقيد لعيبة من الأهلي ولعيبة من الزمالك ولعيبة من الولمبي ولعيبة من كل مصر عشان ما ننساش حد لكن أكيد برضو كابتن ياسر لبيب يعني لما روحت لنادي الزمالك عايزين نعرف الناس يعني التواجد اللي حصل هناك قبل أن نتكلم في المباراة والله يعني الكلام اللي قاله حسام دلوقتي مش عايز أقولك أثر فيها دي يعني حسام بالنسبة لحسام وأيمن نادي الزمالك دول يعني خطة حمر بصراحة صراحة من عز أصدقائي جدا على مدار تاريخي يعني أو مدار اللعب أو الفطر اللي احنا عدناه مع بعض في كرة اليد روحسام وأيمن أنا أمتقالي نادي الزمالك هي كانت مشكلة مع نادي الأهلي وما كانش ينفع في السنة دي أبطل لأن كان فيه عندنا بطولة العالم اللي كانت في السويد هي بس المشكلة مش مع نادي الأهلي مشكلة مع نادي الأهلي ما علينا مشكلة في النادي الأهلي مش مشكلة في النادي الأهلي حدك تاني وخلي بقىك عب مواطي حبيبي دلوقتي يعني تمام 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 انتهت تمام فكان قرار من الدكتور حسام مصطفى وخلي بقىك دي لك بتميز الاتحاد قراراته ياس اللي بيلعب في الزمالك ملعبش موتش الأهلي والزمالك صح بس انتهت ولعبت الحمد لله ولعبت بطولة العالم واخدت السادس أحسن صنع على العب صح في بطولة العالم ديت وكانت الحمد لله ورجعت اله ورجعت اله ورجعت اله بعدها مدر تاريخ كبير تاريخ كبير كابت رحمة بالليل عايزين بقى بخش في المباراة وأجواء المباراة شايف مباراة لأهل وزمالك نهار دا ازاي بسم الله الرحيم مباراة لأهل وزمالك غير خارجة على التوقات يعني انا شايف ان مباراة بتتلعب في الملعب هنجيب تاريخ الدوري مباراة ومباراة مباراة تعادل مباراة فاصلة يعني ما فيش حد بيعرف المباراة هتنتهي فين إلا بالصفارة طبعا دا أكيد وانه هنالده مباراة مباراة طويلة شوية ممكن توصل للاكستراطايم ممكن توصل لرامة رامة حرة مباراة جزاء مباراة قوية جدا والاتنين تقريبا زي ما قال كابتر ألف الأول ان هما محضرين كويس ان هما تبلغوا ان فيوي ماتش هتلعب سوبر في القاهرة ودي كان من أميز لحاجات اللي حصلت صراحة من الاتحاد أفريك ان ما نفعش احنا نروح بره بره في الفترة دي بالذات في الظروف اللي هنا فيها نطلع بره بره مصري فانا شايف ان الفريتين عندهم عوامل كبيرة جدا تساعد ان كل واحد يكسب الفريتين عافين بعضه كويس جدا لعيبة كما تواجده في زمالك راحة الأهلي لعيبة من الأهلي ورحة الزمالك فانا نتكلم أوراق كلها مكشوفة للمدربين انك المدرب الأسبانيا عنده مشكلة شوية انه ما عندهش معلومات عامة انه ما اعتقد الروبي هيوصل له خبراته كمدرب في نادي الزمالك هيوصل له المعلومة عن فريق نادي الزمالك انه ما اكيد مش هفهمش انما طبعا كان مكتر محروس عنده بع كبير في المباريات اللي لعبها ضد الزمالك في خلال ثلاث شهور مباراة الكاس الأخيرة اللي فاز بيئة الآلي ودي كانت نقول كده واحد واحد يعني واحد دوري واحد كاس اخر سنة اخر سنة احنا مكنا على سيزون 21 احنا الانتهى فطبعا اعتقد ان مباراة صعبة جدا مباراة الفرقة اللي التركيزة عالي جدا موجود في المباراة ده هيكسب الاخطاء كلها لازم تبقى ليلة جدا نهاردة ما نتكلمش عن اخطاء اخطاء تبقى بسيطة جدا لازم تكون في اخطاء بس كل ما تقل اخطاء كل ما هتبقى فرصة للفرقة انها تكسب وده عامل اساسي النهاردة في التركيز المدرب اثنين مدربين للعيبة انها هي الاخطاء تقل طرق الدفاع النهاردة لازم تكون متحضرين مدربين بطريقة كويسة جدا والهجوم اعتقد ان ده هيبقى عامل مؤثر جدا في الدفاع ان الفرقة مكسب لاي فرقة في الدفاع يعني كل ما الدفاع كويس كل ما بتديها فرصة انها تكسب المباراة زي ما احنا شايفين قدامنا مستمرين في تغطية اوتوبيس النادر اهلي لوصوله الى ملعب المباراة مباراة السوبر افريخي في صالة الدكتور حسن مصطفى هناخد كلام كابتل احمد بليال يا كابتل حسام غريب اتكلمنا ان في مدير فني اسباني كابتل احمد بليال بيقول ان في مدير فني اسباني جديد بقاله شهر مع فريق نادي الزمالك شايف التوليفة مع اللاعبين ازاي شايف شكل المباراة زي نادي اهلي استعد بالمطول الافريقية نادي الزمالك عمل مدشاط ودية داخل مصر شايف المباراة زي وطبعا زي ما بليال قال المدير بالاسباني مش لامم كتير جدا على النادي الاهلي لكن عنده اللي لامم كتير اللي هو الروبي ان الروبي معاصر نادي الزمالك ومعاصر مدشاط وطبعا مع النادي الاهلي دي حاجة تاني حاجة لازم هياخد افكار اللعيبة الكبيرة بتاعت نادي الزمالك زي لحمد لحمارد زي الدرع الناس دي مؤسرة في الاراء بتاعتها لكن طريقة الدفاع طريقة الهجوم السيستم بتاعه احنا ما شفناهوش هنشوفه في المباراة هتشوفه داخل المباراة كابت محمد الالفي اكيد المديرين الفنيين ليهم اراء داخل المباراة كابت الطارق محروس يعني ابنك وحوق الصغير شايف ممكن يعب المباراة زي والله فرق الطارق كلها مواليك 98 ما فيش غير ابرام المصري واسلام هم اللي تبارس انن فانت عارف طبعا الطريقة الجديدة ان الفاست بريك هو الاساس والسنترة السريعة فلازم على طريق محروس ان شاء الله يبدأ الماتش بالهجوم خاطف على نادي الزماليك طبعا الجون خاطف ده هيأثر في اخر الماتش فرق السن بتاع الفرقتين لكن الجون خاطف ده محتاج ان انت الدفع كويس والجون يكون ربنا موفقه اللي هو عصام الطيار او حميد او عبد الرحمن طه اللي هيلعب فيهم يعني فلازم الفكر بتاع الدفاع يبقى الدفاع صحي كويس قوي واول ما كورة تتقطع او تخش جون او تطلع في الاوت يجري عليها فاست بريك جام لان الكيرف بتاع اللي يقل بدنية بتاعت الزماليك اللي في ماتش الكاس خصوصا كان واقع بالنسبة للزماليك فاستطاع النادي الاهلي انه هو يكسب بالفاست بريك في اخر عشر دقايق فطبعا الحاجات دي كلها بيبقى محطوطة في دماغ المدرب طبعا الزماليك نفس الحكاية عنده الروبي عارف الحاجات دي كلها طبعا يحيى الدرع هيلعب باكلفت ولا هيلعب هاف فيه طبعا صيف الدرع برضو قول اعيب بيلعب هاف فهل هو هيلعبه الاتنين الاخوة درع طبعا احمد الاحمر ويحيى الدرع ولو صيف او مودي او 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 هتلاقي الججوم المنظم بتاع نادي الزماليك اقوى من نادي الاهلي لكن ان شاء الله اللي هيلعب احسن هو اللي هيكسب اكيد ان شاء الله بإذن الله كابت الياس الابيب نادي الاهلي يمتاز بالشباب نادي الزماليك يمتاز بالخبرات شايف تأثير الشباب وخبرات الملعب مين يقدر يقود المباراة او يفوز بهذه المباراة بصو خلينا ان يعني ان خلي طبعا خبرات الزماليك خبرات اكبر كالعيبة ولكن يعني يمكن انا اتفرقت على ماتشاة الاخر ماتش السنة اللي فاتله وماتش الكاس مرتين ثلاثة اولا الفريتين دافعوا كويس الفريتين بيجروا فاست بريك ويمكن ده حصل في الشوت التاني ان كان فرق خمسة بقى فرق واحد من الفاست بريك ولكن والحراس مرمى طبعا الاتنين شايلين كتير جدا وخاصة الطيار ومحمد علي ولكن اللي عمل الفر ان اخطاء الزماليك كانت اكتر فاول عكسي ميس باس الحاجات دي في الشوت التاني كان لها تأثير طبعا يعني في المباراة انت بتجيب المباراة ولكن بالاخطاء من بعض اللاعبين اخطاء فردية الساسجا ان انت العيب رايح فاست بريك العيب مفيش جل انت والعيب تاني تعمل فاول عكسي صعب لكن غير كده اعتقل المباراة في المرعة موجودة داخل ارض المرعة داخل ارض المرعة يمكن الشوية الفرقة الاهلي بالباك رايت اللي الاهلي جابوا يلعبوا بالبطورة دية اعتقل ده ممكن يعمل فرق شوية لكن الفرقتين عندهم دفاعات قوية يمكن الزمالك نطش الكاس مكانش محمد رمضان مكانش موجود محمد رمضان اضافة في الدفاع للأهلي المصري كان عنده حاجة او كان فيه اصابة بحطم اللعب او التحميل عليه في فترة اللي فاتي كبير يمكن اللعب بس في نهاية الشوط التاني فاعتقد الفرقتين عندهم دفاعات قوية عندهم دفاعات قوية كابتن احمد بالليال حراس مرمى مصر وقفين عصام التيار في نهاية الاهلي كريم هنداوي اضافة لنادي الزمالك النهاردة حراس المرمى مفتاح النهاردة لمكسب كل الفرقة بتاعه في كرة اليد تتوقع Guru السؤال ده حعكسوا الحكس اقول بقى الكابتن خاد العاود يكا حارس قديم في نادي الاهلي الا разгر بس انا يعني عشان بس في ناس مش الساعد بتنسى يا حسن كابتن خالد كا في ناس عحسن حراس في بطولة العالم وده كان حاجة جميلة طبعا الناس جدا gathered在 tariff زい ما كنا بنتكلم عن المجبوى اللي قاعدة كلنا كلكو проект كنت العرب كمان لا بس كاس مصر 99 99 فهي طبعا احنا بنتكلم كلمة ان كنت قلتها ان هي تركيز طبعا السكاوتينج والاناليز والاحصائيات اللي بتتعامل من الحراس ومن المدربين الحراس دورها كبير جدا دورها في بطولات العالمية كلها اسكان الولمبيات او بطولة العالمية كانت موجودة حتى في مصر بتلعب في تقييم الحارس لحالته او مستوى الحارس وحارته في المباراة تحضير الحارس للمباراة عندنا مشكلة كبيرة جدا اتنين حافزين بعض يعني الفريتين حافزين بعض بلعيبة بالعوم معهم وغير انهم اصلا راجعين مع المنتخبين بس انت واقف معاك اتنين حراس مارمى هنا عظام الطيار وهنا كريم هنداوي طبعا شايف الميزان فين الميزان لا الميزان ده هنا خبرة وهنا الشباب يعني عندنا واحدة خبرة وهنا الشباب اللي هيحدد المستوى الحراسة النهاردة تروي الدفاع يعني تروي الدفاع اذا كنت لعب 6-0 متقدم او بقابل او بلعب 3-2-1 اه ممكن عيفرة احنا بنلعب طرق الدفاع دي على الحراسة اللي وراها الحراسة دي بتعرف تصد من على 6 متر كويس او بتعرف تصد من على 9 كويس فانا بلعب طرق الدفاع اللي بتساعدني على الحراسة النهاردة وتحضير ازا ما كنت بقول تحضير مدرب حراس البرمى للحراس انما هما الاتنين كافة واحدة يعني احنا في طورة العالم ونمبيات احنا كنا نستنى لو عصام نزل ما شاء الله بيبقى مميز جدا وكريم لو وقف المباراة مميز جدا فانا حتى ساعات كنا مش عارفين مين يبدأ كنا سعب من احطار مين يبدأ النهاردة بس كان الدود دي احنا كناش نعرفه كان بيحصل من عن طريق مدرب الحراس اللي كان حاطة سكادور كلا معين لان المباراة دي بتاع تصام المباراة دي بداية تصام يعني ومدارة بداية كريم من داوي فكان هم عندهم حتى بيحضروا المباراة وانت عارف انت خبرة عارف ان كان فيه مدرب كان فيه حارس يفضل يقعد بطولة كلها في مدرجات وانت لابت للفاينال قاعد بلعب بلعب الفاينال وقف الفاينال كانت سويد بتعمل كده وكانت كرواتيا ده ده سيستم بتعمل من عن طريق عن طريق مدرب الحراس بيحطه وبيمشي عليه وبيحضر ليه طول الفترة قبل المباراة مثلا بشهر شهرين حسب المباراة ووقتها فاعتقد ان هي العملية اكوال انا مش شايف فيه خبرة وشباب فاعتقد طبعا زي ما قلت التركيز والطور الدفاع اللي هلعب بيها الفرق النهاردة هي اللي هتحدد الحراسة دي انا عاوزة تسد من خارج ال900 او من جوه من على 600 زي ما كابتر احمد بلال قال الحراس المرمى في الفريقين نادي الاهلي نادي الزمالك عبارة عن حارس حراس مرمى مصر اكوال لكن اكيد كابتر الحسام غريب هيكون لي رأي تاني في الدفاع بانه انقاء الدفاع منتخب المصري ونادي الزمالك كابتر الحسام الدفاع عن النهاردة هو اهم حاجة داخل ارض الملعب زي حراس المرمى هو طبعا نادي الزمالك يلعب ايه النهاردة عن الدفاع خلينا نتكلم في البداية احنا متفكين من النهاردة الهندبول حارس مرمى مميز دفاع فاسط بريق صح كده مزبوط مزبوط النهاردة الزمالك مش هيقدر يلعب عالي ده رأي الشخصية مش هيقدر يلعب عالي لان هو عنده بيعتمد على الاطوال والاكسام كويس لخيات محمد رمضان في نص الملعب عندك محمد رمضان عندك وليد خالد وليد عندك علي شام درع اكسام طويلة لعبه هيبقى 6-0 6-0 بالمقابلة ده اللي احنا نتوقع ممكن هو الرجل ليه فكرة تانية وجهة نظر ممكن لعب خمسة واحد لكن انت النهاردة لو انت اللي قاعد على الدكرة دي هتلعب 6-0 أنا هلعب 6-0 لان كريم هينداوي بيمتاز يعني يجيب من بره صح كده كابتال الفي؟ بس فهي دي النقطة لألعب 6-0 وحنشوف المباراة 6-0 نادي الزمالك يلعب كابتال الفي لو نادي الزمالك لعب 6-0 النادي الاهلي يقدر يخترق صفوف دفاعات نادي الزمالك ازاي من هجوم النادي الاهلي؟ 6-0 بتاعت نادي الزمالك يلعب دايما فيها 2 طوال في المص اللي هو زي ما قال حسام يحيى درق علي الشام أحمد رمضان والرابع بتاعهم خالد وليد خالد وليد كويس؟ لما يلعب خالد وليد ويحيى درق هتلاقي درق دايما هو اللي بتقدم بيقابل كويس؟ لو بيلعب خالد وليد ومعا أحمد رمضان نفس الحكاية لو بيلعب علي الشام وأي حد تاني هم اللي بيقابل طيب دلوقتي انت ما بتقابل انت عندك فيه سرعات في النادي الاهلي زيادة يعني عندك اللي هم الهاف إسلام حسن على اسمه إيه دوات راضي على فوكس ما عرفش مين اللي هيلعب فيه واحد لازم هيطلع على الونجين الرايت والونجي لفت أحمد سامي وإيهاب عمر سامي عمر سامي عمر سامي عمر سامي كويس عمر سامي والناحية التانية فيه سيسة ما عرفش متعور ولا لا لأ موقوفي إيهاب اللي هو زيزو زيزو اللي جاي من سموح الأربعة دول كويسين قوي معهم كاستيلو الأربعة دول كويسين قوي في الدخول من الونج فأنت بتزود في النادي الاهلي بتزود اللعب على فرقة الزمالك على الستة صف على أساس يخشه بين واحد واثنين أو يخشه من الونجات يعني أنت شايف النادي الاهلي يختارق بين واحد واثنين أو الونجات لأنه عنده الونجات كويسة واحد واثنين بقى كنا بنتكلم على مين على فيصل على مصطفى خليل اللي هو كان في الاهلي وراح الزمالك ورجع الاهلي وعلى محصن رمضان محصن مصاب فأنت جايب هرنانديز ده ولا معرفش هرنانديز هرنانديز ده جاي متأخر شوية عن نادي الاهلي هذا طبعا إضافة كويسة لكن هل هو اندمج مع الفريق في التكتج بتاع الفريق فبيدافع لسه ما نعرفش كلنا فأنت الهجوم بتاع الاهلي لازم يبقى فيه سرعة على فرقة الزمالك اللي هي فيهم أجسام طويلة ومش هنقول أوزان زيادة لكن الأوزان متنسقة مع الطول بتاعه فلازم يخش من الونجات ويجري فاست بري فالستة صفر بتاعت الزمالك زي بقى الحسام أنا بتهيق ليستة صفر اللي قال لي بقى هيدفع إزاي؟ هيدفع بتهيق لي حسب هيبدأ ستة صفر الأول عبعدين هيشوف مين اللي هيبقى ماشي في نادي الزمالك يعني يحيى بيلعب باكليفت يحيى بيلعب باكليفت والله أحمد الأحمر بيلعب باكريت بيعدي فهيقفل الحتة اللي هي لحية الباكليفت هيقفل الحتة اللي عند الباكريت يلعب خمسة واحد مقفول يعني عالتمانية متر يلعب مفتوح تلاتة تلاتة اللي قال لي ممكن يلعب أي حاجة لأن اللعيبة بتاعته صغيرة وعنده كم لعيبة كويس في الدفاع كابتن ياسر لبيب خبرات النهاردة كابتن ألفي قال اسمي الإسلام حسن وأحمد الأحمر هما يقودوا الملعب النهاردة ككابتن فريق خبراته من النهاردة داخل الأرض ملعب ودور كل واحد فيه من النهاردة بص إحنا بدأنا في الأول لما تكلمنا قلنا المباراة حارس مرمى دفاع هجوم خاطئ كويس إسلام لو موجود في الملعب هو بيدفع في ونج من الجنح من الأجنحة وبيبتدي هو يقود إسلام مش في الملعب ممكن يكون الجزيري هو اللي بيقود لعملية الفاص بريك في الأهلي في الزمالك الدرع أو الأحمر وخلي بالك إحنا اللي اتنين ماشيين على مدرسة الأسبانية اللي هي هي إننا اللعيب اللي بيستلم الكورة هو ممكن يسند على العيب تاني بس هو بيكمل لو لا سكة قدامي يفضل يبيركى بشغوط ودي متميز فيها الدرع عن إسلام إسلام بيعدي لكن الدرع ممكن يركب بشغوط مرتاح يعني عنده العملية ده عمليات بقى في الهجوم المنظم والكلام ده كله معظم اللي اتنين بيلعبوا على الدوايب كتير جدا يعني يلعبوا دوايب كتير؟ يلعبوا على الدوايب ودي كان فين خلي بالك ميزة ممكن في مباراة الكاس دية كانت من الحاجات وخالد والأدي الزمال والأجنحة. فدي كان العملية دي كانت قليلة لزمالة. التنوع في للعب مع الدواير للاجنحة الخط الخلفي الكلام ده كانش يعني كان قليلة. دا كتير دلوقتي في الأهلي او في الزمالة. هي العملية متوقفة في النهاية من آآ 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 أخطاء أو بيعمل أهل الأخطاء في المباراة. تفرد كتير جدا. الزمالك مش عايز أقولك ماركين ثلاثة بيباصل كرة المدافع الأهل. باصل بريك. والأهل عنده الوينج لفت عبد العزيز. زيزو. وعنده الوينج برضو الوينج رايت. الاتنين سرعة جدا. فأي كرة لو الدفاع أو أي كرة بتخلص مزبوط هتلاقي الاتنين دول طايرين. خلينا يعني مستمتعين جدا بنجومنا الكبار في استيديو التحليل النهاردة. وكلام كبير عن كرة اليد وماتش السوبر الأفريقي بين نادي الأهل ونادي الزمالك. لكن خلينا نخرج لفاصل وترجعونا مرة تانية عشان نكمل أجوام مباراة الأهل والزمالك. ترجمة نانسي قنقر زي ما احنا شايفين قدامنا فريق النادي الأهلي ووصول إلى صارت دكتور حسن مصطفى إلى غرف خلع الملابس كل اللعيبة. كلها أمل شكل اللعيبة مركز كلهم عندهم كده يعني زي ما قولوا ابتسامة لطيفة ابتسامة نصر إن شاء الله بإذن الله تكون بإذن الله بعد المباراة كلهم تركيز كلهم إن شاء الله إصرار إن بإذن الله يحقق البطولة إلى النادي الأهلي نتمناها أهلوية بإذن الله إن شاء الله لعبين يكونوا على قدر المسئولية. لكن خليها نرجع لي ديوفنا الكرام وكابتن ناسي كان بيقول على إن النادي الأهلي أو وينجات أو وينجات النادي الأهلي في حاجة مهمة جدا. كابتن رحمة بلايل عايزة أقول لك الحاجة مهمة. الوينجات النهاردة دورهم إيه داخل أرض الملعب؟ دورهم حاجة كتير دورهم النهاردة المساندة الدفاعية في وقت وقت. وأنا أعتقد أنه ممكن أنا شفته مرة برضو من المباريات كان كابتن تاري محروس بيستخدم عبدالزي إيهاب أن هو يلعبه واحده قدامه. أنه عنده حتة الملك أنه هي تأكورة والدريبل ومش سبب بس أنه هي تأكورة كان سبب أنه هو يساعد بنبوز التاكتك الهجومي من أنه يطلع واحد من الكامسة من ستة اللي تحت يطلع. يبقى عنده صورة التحرق زي ما قال كابتن ألفي كلهم شباب وعندهم نعتقد بدنيا أو الفيتم بتاعهم عالي. ما شو الله يعني كلهم موضوع من التسعين فكان بيستخدموا ساعات أن هو يطلعوا بيلعب واحده قدام بيوقف التاكتك بتاع النادي الزمالك. ده كان أسلوب سليف ساعات بيستخدمها كابتن تاري وبرضو ممكن نستخدم برضو ممكن طرور الدفاع المتقدمة. فالجناح ممكن يلعب واحده قدام وممكن فاصل بريك طبعا والسنترة السريعة ده مهم جدا بالنسبة لهم غير أن فيه إحنا ساعات بننسى برضو اللي هو الفاصل بريك من المحال الأولى اللي هي الموجة الأولى. إنه هو كرة صد عليا عب عزيز وعمل سامي بعد نص ملعب ما شو الله عندهم الملكة ديت ومش عاوز أنسى بس سيسة طبعا والنحة التانية كستلو عشان ما نتكلمش في إن فيه واحد بس أو اتنين مميزين. هو عنده الأربعة دول كويسين كالجناحين ده جزء مهم جدا بيستخدم ساعات الكابتن طارق في إنه هو بيبقى بيمحضر الفاصل بريك لو كرة نحية الليفت بيبقى نحية الرأية اللي يجري أو الليفت بيبقى الرأية اللي يجري. الجناحين ده مهم جدا في البداية اللي هي الستارت بتاع فاصل بريك أو المرحلة الأولى. الموجة التانية بيبقى عندهم دور تاني مهم جدا إنه هم بيسند عليهم الخط الخالفي لما بيجي بيوصل للموجة التانية أو الموجة التالتة. وبيجي بيحصل مرحلة إنه هو سعب بيبقى فيه تاكتك قطع الجناحات على الدايرة عشان يوسع للباك والدايرة بيجي لناحة التانية. يعني فيه شغل بيبقى موجود بالجناحات عندهم دور مؤثر جدا في قصة إنه هم يجروا ويدفعوا ويجروا ويسنطروا وأهم حاجة طبعا التخليص. يعني مهم جدا إنه كل نسبة التخليص عندي من الجناحات إن أنا بدأ من الموجات إنه هدا بدأ بتبقى مستوى عالي جدا لإنه دي بتفتح للملعب قط خلفي وبتفتح للدفاع كمان لإنه طول منا الجناحات عندي أو الموجات عندنا مؤثرة أو بتخلص الكورة نسباتها عالية طبيعي إنه المدافع بتشد معهم وطبيعي إنه المدافع بتشد معهم بيفتح النص لإنه المدافع بتاعهم ما فيش عمر ما دفع هيساعد الباك إلا لما يكون الجناح ضعيفة. الجناح بيخش بيخش ونسبته عالية جدا بتبقى على طول أنا أقول له خليك مع الجناح بتاع. شيء مهم فرحان ديقول الجناح تخش تسجل. آه مهم جدا إنه أنت المدافع بتاعك أنت عاوزه يبقى مركز معاك ما يبقاش مركز مع الخط الخلفي كباك إنه هو يبقى يساعد الباك في الباكات يمين أو شمال أو يضم نحت النص ويقفل النص. فعشان نفتح النص لازم الجناحات هي تبقى لها الدور الإيجابي إنها كل كورة بتخش فيها لازم تكون بسجلة أو نسبة تبقى عليها نسبة كبيرة. وطبعا مهم جدا حاجة مهم جدا ارتداد الفاست بريك عليها الجناحات بسرعاتها بتقدر ترجع توقف الفاست بريك عليها. زي ما احنا عايزين بس يا جماعة دي صورة مهمة جدا بندية لكل مصر لعيدة الأهلي ولعيدة الزمالك دلوقتي في أرض الملعب بيصلوا مع بعض قبل المباراة. يعني ده شيء مهم لكل جماهير الناديين إن الأهلي والزمالك النهاردة وقفين بيصلوا مع بعض على أرض الملعب. لكن خلينا من السوبر الأفريقي ونخرج لنجم من نجوم النادي الأهلي والمدير الفني الحالي لنادي الشرع الإماراتي كابتن هاني الفخراني مساء الخير وألف مبروك على السوبر الإماراتي مبارح. الخير يا كابتن خالد والله شبارك فيك وطبعا يعني بشكرك على التضافة ديز وعلى التقنية على الهواصل. ده داي طبعا دحياتي لذيوبك الكبار كابتين من الكبار كابتين هالفي وكابتين هالفي النبيب وكابتين هالفي وكابتين هالفي النبيب وكابتين أحمد دلال. تبسي عليهم. رب دايما كده في التخير وزينهم منورين. مبروك يا هالي. مبروك يا هالي. مبروك يا هالي. بارك تيبك يا هالي. كابتن هاني عايزين بقى نسألك بخبرتك كده مباراة أهلي وزمالك سوبر أفريقي شايفها من روجة نظرك ازاي؟ في البداية بسم الله الرحيم طبعا أتمنى إن شاء الله المباراة تخرج بالشكل اللي يالي. صمع تخرج الياب المصريية. وليس يصل في الأوين الأخيرة بالمستوى الكثير ريحة يقدمه و النتائج اللي يقدمها في كل المحافل الرياضية اللي يكتب ده في الأول بسرحنا دائماً أهم حاجة أن اللقبة يكون من الماضي للآخر و إن شاء الله طريق في طولة العالم إن شاء الله الأنبياء و طباً يتمنى أن الأهل هو اللي يكون إن شاء الله بكثير بعد كده اللي بتوقع اللي بتوقع اللي بتماتش بداية الموسم المستوى الثاني مش هكون أحسن حاجة يمكن الموضوع ده يغلب على أكثر الشغل التاكتيكي من المدربين يمكن الموضوع ده يجي بتكافة المهد الأهل أكثر شوية على أساس الاستقرار الفني من الموسم اللي فات نفس اللي قابل العيبة تقريباً ما فيش حد يجيع لهم إلا أنخل هرنانز اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي يلعب معه المباراة لكن يمكن سيد زمالك هيعاني شوية من حت تغيير الجهاز الفني ومستوى الثديد العيبة ما كانتش يتحديده من فترة طويلة حتى لو هي نفس المدرسة بس يعني كل مدرب وليه بصنته وليه شغله يمكن الموضوع ده يأثر عليه شوية في المعارب فأنا هتمنى إن الموارات إلي جلس من القسلية بس أنا أنا مش متعق أن المستوى الفني يكونت أحسن حاجة يمكن يبقى فيه طبع أكثر الحماس والروح أكثر طبع الفني شايف مفاتيح لعب نادي الزمالك يعني مفاتيح اللعب في النجوم من النهاردة يكون مفاتيح لعب الفرق تاني ايه احنا يعني في الاخر سنين ممكن في نادي الزمالك طبعاً الليل في الدور الأطبع دائماً في المباراة الكبيرة مجدد الزمالك والحمر في المستوى الزمالك طبعاً اللعيب سوفر درع في البتاعة وفي النهاردة نفس الشكل ولعيب قائد في الملعب اللحمر طبعاً بخبرته في ستينيو الساد دي كلها في وجوده ليه في الوقات الحاسمة لها جور بماند جداً أص المرمة طبعاً أص المرمة النهاردة يبقى لهم دور كبير جداً سواء كاريب نداوي وفلفل أو أسام وعبد الرحمنة وطهة وأب حمير نادي الزمالك طبعاً فيه دام حسن وإبراهيم المطلق خبرة صديرة وفيها عندهم القدرة لقيادة الفريف الأوقات الصعبة أنا شاكد من الشباب حتى الشباب هنا والشباب هنا لعبة مؤسرة جداً في الدمالك وفي الأهل نفس الكلام طبعاً لعبة 98 عبية ألفين أنا شاكد من الكافتين متكافأتين اللي حيفر بقى التوفيق والفريل والأهل يمكن عنده بيدا شوية لأنه قريدي بدأ الموسم بطولة أفريقيا في الطورة أثنية كابتن الضارة أكيد كابتن الثاني جربوا فيها الشغل التاحهم وبقى مستعد أنا في أي نوم مستعد فإنها أكثر من الثاني أتمنى أن المطش يتبقى 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 فعلاً بصمعة كرة اليد المصرية كابتن هاني الفخراني بنقولك ألف من يوم مبروك على السوبر الإماراتي في الكرة اليد وإن شاء الله يعني دايماً في انتصارات ودايماً مشرفنا ابن نادي الأهل البار كابتن هاني فخراني إن شاء الله أمبرك بعد المطش إن شاء الله أصبراً أمبرك بإذن الله يا كابتن هاني إن شاء الله أمبرك بي الزمالك الموضوع دايماً كلكم حتى في الستوديو والهواء نهاردة كلكم بتقولوا إن المدير الفني يعني هو مش أقول دروب بس يعني لسه ما يخدش على الفرقة شايف وقلت هنعدي بالروبي مفتيح لها بل نادي الزمالكي نهاردة بوسيقى كابتن خالد يعني هو هاني الفخراني قال هيبقى فيه دروب عند نادي الزمالك بالنسبة للمدير الفني اللي هو مش حفظ اللعيبة لا هو من مميزات نادي الزمالك إن الخبرة زي ما كابتن ياسر لبيب قال إن خبرة لعيبة نادي الزمالك خبرة عالية خبرة يعني حتة أفريقيا بيعرفوا يلعبوها كويس قوي بيعرف يلعب على اللقب بيعرف يلعب على إن هو يزود بطولات أفريقيا ليه؟ انت عندك النهاردة في الملعب لحمر درع هتلر الصغير علي هشام أكرم ويسام أنا مش عايزة برضو أمس حد الناس دي لعبة أفريقيا بس لعبة 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 أفريقيا على المكسب يا كابتن وانت عارف الأهل والزمالك ما ينفعش التاني هو بيوم الأول زي ما احنا شايفين قدامنا برضو بنلقي الوصول فريق نادي الزمالك إلى ملعب المورا دكتور حسن مصطفى زي ما احنا شايفين قدامنا أحمد الأحمر النجم نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك حسن وليد وكل لعبي نادي الزمالك الملعب لعب كبير زي الأحمر زي كريم هنداوي زي الدرعة مع الروبي لأن الروبي برضو في ميزة اتعلمها وهو لعيب وجايز بلال يعني لعب قدامه كابتن ياسر لعب قدامه الروبي جريء جريء فما بيخافش فهيجري يعني لو اديت زمام الامور للروبي هيجري ولكن احنا كلنا قعدين في الستوديو مش عارفين فكر المدرب الاسباني ايه ايه لكن هما كلنا متفقين نادي الزمالك Schritt نقطه النقى اللي عنده صح أو لا عندك حراس مرمى واحد زكريم هنداوي عالي جدا وجاي من توكيو عندك اللي يحللك المواقف كلها والوحيد اللي في مصر اللي بيحلها هو الأحمر عندك اللي بيقدي أداء دفاعي وهجومي بسرعة جدا الدرع عندك وينجات على مستوى عالية بكار عمل بطول توكيو في الآخر ناجح حاجة كويسة جدا أقرم لو ودته فرصته بيعملها لكن هي في نقطة عايزين نسأل فيها كابتن ألفي الوينجات عشان نستغلها في الهجوم لازم يبقى هو ده سيستم في المنتخب مع ما نووش والزمالك مبيعملوش والأهل مبيعملوش عدم استغلال الأجنحة عشان هل التاكتق كله عن نص ولا هل التاكتق كله خلينا قبل ما أكلم كابتن ألفي على استغلال الأجنحة أسأل كابتن ياسر سؤال مهم ونرجع استغلال الأجنحة كابتن ياسر تدعمات نادي الأهلي بثلاث لعبين الناحية زمالك مودي كريم صيف الدرع وكريم هنداوي والناحية التانية مصطفى خليل عمر حجاج وانخل هيرنديز داخل ارض الملعب شايف تدعمات فين في المباراة؟ رس انا شايفت ادعيم الاهلي يمكن هو ده الارجح اللي هو الباك اليمين هيرنديز ده اقوى ادعيم لكن انا اللي شايفهم من السنة اللي فاتت عندك خليل ده كويس جدا هو الباك مصطفى خليل لا مش المصطفى خليل بتاع الزمالك خليل التاني فيصل 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 عبر احمد عمر حمد كويس جدا مصطفى خليل اضافة اضافة كويسة لان اللعيب كويس والعيب بياخد الكل على خطوة واحدة بيصوب وتنصيباته قوية فانا شايف ده تدعمات الاهلي لو جينا تكلمنا عن الزمالك مودي يلعب كويس جدا يعني كسينتر هوف ولكن يبقى الحمل كله هيبقى عالى كريم هنداوي والدارة واللحمر ده عالي الزمالك وحسن قداح يعني بعد لقم اصابته لا بعد المشان مصطفى خليل اعتقد ان هو يبقى عليه دور اذا كان هو سليم فهوضع عليه دور كبير برضو النهاردة ان هو يسد الصغر طب خلينا يا كابتن ياسر ما عليش لازم هنطير الى ارض المباراة وصارت الدكتور حسن مصطفى وزميلي كريم احمد مريم سميح لك الكالبة كريم قولي الاجواء ايه اللي عندك شوف النادي الاهلي دخل عمل ايه يلي تحكي لنا اجواء المباراة براحب بيك طبعا في البداية كابتن الكبير كابتن خالد العودي وكل التحية ايضا والشكر موصول لكابتن الكبار وجمهور النادي الاهلي وزميلتي العزيزة مريم سميح براحب بيك مريم طبعا وان شاء الله النهاردة يكون يوم سعيد علينا ويقدر رجال النادي الاهلي كرة اليد يحقق بطولة غالية جدا فيها صعوبات كبيرة جدا انت عارفها كابتن خالد المباراة ببطولة بتختلف بشكل كبير وبتحتاج ان هي لها دوافع كبيرة جدا وتركيز كبير جدا لكن ان شاء الله على العهد اللي احنا شايفينه مع العيب النادي الاهلي والبطولة الاخيرة ممكن يا مريم كمان نقطة مهمة جدا الدوافع موجودة عند العيب النادي الاهلي لكن الحقيقة يمكن جلسة كابتن محمود الخطيب وتكريمه مع مجلس دارة النادي الاهلي وتحفيزه اللعيب النادي الاهلي على هذه البطولة ان شاء الله بإذن الله كونة دوافع كبيرة ونقدر ان شاء الله انحقق قدية البطولة استعدادات جيدة لتنظيم الامور دي اشياء كثيرة جدا طبعا مع زميلتنا مريم طبعا مريم النهاردة يمكن شايفها التنظيم ازاي شايفها الاجواء ازاي وقلنا شايف حالة اللعيبة ازاي من اول دفن هنا الصلاة برحب بيك طبعا يا كريم وبرحب بيك يا كابتن خالد برحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان واكيد بضيوفك الكرام نجوم لسود التحليلي كابتن محمد الالفي كابتن ياسر لبيب كابتن حسام غريب وكابتن احمد بلال طبعا يعني من داخل مقر دكتور حسن مصطفى بمدينة سادس من اكتوبر الحقيقة هي استعدادات كبيرة جدا منذ وصولنا يعني منذ عدة ساعات يمكن وصلنا نحن مبكرا فريق عمل قناة النادي الاهلي تأمين شرطي كبير جدا في جميع المناطق المحيطة بالصالة كمان منذ وصلنا على الابواب يمكن كل الناس او القائمين على الصالة يمكن فعلا يا كريم زي ما احنا شفنا تأمينات كبيرة جدا على الابواب ويمكن كمان يا كابتن يعني وكل مشاهدي قناة النادي الاهلي كان فيه التزام كبير جدا بالقائمة الموضوع لكل الفريقين سواء الاهلي او الزمالك 40 فرد فقط بالنسبة للنادي الاهلي و40 فرد فقط بالنسبة للنادي الزمالك كمان يمكن كمان داخل فيهم اعضاء مجلس الادارة كمان عايزين نتكلم على العمالين داخل يعني الصالة هنا يمكن على قدم وصاق الأعمال بتجرى الإجراءات الاحترازية الالتزام طبعا بارتداء الكمامات وكل ذلك ويمكن كمان بعد ما كريم اتكلم عن هذه الدفع عايزين نتكلم أنه يعني الفريق المؤهل وإن شاء الله يكون البطولة من نصيب النادي الأهلي هيكون مؤهل لكأس العالم الأندية لكرة اليد أو سوبر جلوبيا كريم ده طبعا يعني هنعرف تكملته مع كريم يمكن زي ما زمانتنا مالي متكلمين طبعا على استعدادها كابتن خالد لكن الحقيقة أنا شايف الروح موجودة جدا والرغبة موجودة والتركيز الكبير اللي شايفينهم على العبتل لنادي الأهلي الوقت كان قولايا لكابتن خالد انت عارف من عودتنا من البطولة الأخيرة اللي حصلنا عليها بفضل الله تقوى وقت كان قولايا جدا 48 ساعة راحة ثم تدريب بدأتا من يوم الاثنين اختاتا من النادي الأهلي تدريبه امس هنا على صالة دكتور حسن مصطفى التدريب كان جاي جدا لكابتن طاري محروس الحقيقة والجهاز الفني اجتمع باللعبين كابتن طبعا لعيبة الكبار بقى بريم المصري اسلام كل اللعيبة دي اجتمعت ركزت على اهميتها دي للمباراة ماريا منتعرفة طبعا جمهور النادي الأهلي منتظر الفرحة ومنتظر الكاس بعيدا طبعا نهية بتوصلنا الكاس العام والأندي لكن بطولة جديدة تدخل دولة بطولة النادي الأهلي ان شاء الله بإذن الله يا رب يا كابتن خلت دعواتك بقى ودعوات نجومنا في السورة تحليل وكل جمهور النادي الأهلي ان شاء الله بإذن الله شوتين ما يخرجوش برا النادي الأهلي ونقدر ان شاء الله ان احنا ناخد هذا الكاس ومنها ان شاء الله نصل الى السعودية ان شاء الله بإذن الله يا كريم وعايزة كمان اقول يمكن تكون بشة خير لان طبعا يعني احنا كل الفرق في النادي الأهلي يعني بتبقى على مستوى عالي جدا وبتقدر ان هي تواجه الكبار يمكن يا كريم زي ما كانت بشة خير في كأس العامل الأندية وقابلنا بيرن يونيخ ان شاء الله نتأهل في السعودية في الفترة ما بين 5-9 أكتوبر ونقدر ان احنا نقابل برشولنا في دور التمانية من سوبر جلوب طبعا بعد ما نقدي هنا مباراة قوية جدا يمكن اغلب صفوف فريق مكتملة باستثناء بس يعني محسن رمضان ظهير الايصر بسبب اصابته في كأس الكووس الافريقية وكمان عمر خالد كستلو يمكن يا كابتن خالد يذكرك بحاجة سريعة قبل ما اختم معاك البطولة اللي ممكن حصلنا عليها البطولة اللي كانت في اغادير وكانت في المغرب 2017 كابتن خالد العودي كان رئيس الجهاز والحمد الله قديرنا نحصل على هذه البطولة المراتي كابتن خالد مقدم برنامج ان شاء الله في هذه المباراة رب ان شاء الله يكوني وشك فالخير علينا كالعادة كابتن خالد بإذن الله وتقدر ابطال كرة الياد بها النادي الاهلي نحاق هذه البطولة الغالية جدا تكون تدخل في دولة بطولة النادي الاهلي مستمرين معاك هكابتن خالد كالعادة انا وزميلتي مريم وانشوف طبعا ان شاء الله تغطية كبيرة جدا على شاشة قناة النادي الاهلي تسعد ملايين الجماهير الخاصة بها النادي الاهلي وان شاء الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي بشكرك يا كريم انت ومريم وفعلا هنكون معاكم ومتابعينكم بإذن الله من داخل الصالة وداخل الهواء ومن كل فروع النادي الاهلي تغطية مميزة جدا تغطية حصرية لنادي الاهلي او مش حصرية عفوا تغطية من كل فروع النادي الاهلي وداخل الصالة لأجواء مباراة الاهلي والزمالك نتمنىها هلوية زي ما كريم قال كنا مع بعض انا وكريم فعلا في 2017 في المغرب واغدير وقدرنا نفوز بكاس السوبر رفيخة على نادي الزمالك ان شاء الله نتمنىها اهلوية لكن خلينا رجع لديو في الكرام والحديث عن المباراة وتفاصيل المباراة كابتن الفي الاجنحة مصدر مهم جدا داخل ارض الملعب لفريق الاهلي او الزمالك شايف الاجنحة ازاي وكمان الخط الخلفي للناديين عندنا فيصل وعندنا حسن وليد شباب اعنى حتى انا احمد الاحمر انخل الاندي الموضوع قوي جدا بخط خلفي قوي جدا موضوع كيفية الدفاع بين الفريقتين فريقة الزمالك احنا بنتفاعل انا وحسام غريب انهم هيدفعوا 6 صف اما هيدفعوا 6 صفره يبقى الشغل كله من عند اسلام او من عند الهاف بتاع النادي الاهلي مع البكين خلي بالك المدرسة الاسبانية هي اللي طغية على كل العالم مش على طغية من مصر بس فانت التفويتات اللي هو بنقول عليها ان الهاف بيفوت الباك والباك بيفوت الباك التاني بتعمل خلي بالك بتعمل خلخلة في المنطقة في الوسط في الدفاع فبيبدأ الاجنحة تضم على البكين بتاعهم على اساس ان هما بيخلوا الحتة دي قوية انها ما يخشش منها جون لان التطويب من خارج التسعة متر بالنسبة للأفراد اللي هما كويسين بتبقى اسهل انها تخش جون فانت بالحتة دي بتعمل فيها صد دفاع جامد فبتوسع شوية في الوينجات فانت نهاية السلسلة او نهاية التفويتات اللي بيعملوها الاسبان بتوصل للوينج او بتوصل للدائرة اللي واقف ناحية الوينج على العرضة القريبة لنهاية التاكتين فانت الاهلي وزد مالك بيلعبه بنفس الطريقة على اساس ان هنا في اكرم وفي بكار وعالناحية التانية برضو بيلعبه بنفس الطريقة ان في زيزو في سيسا وفي كستيلو بين عليه مش هيلعب وعمر سامي كويس عمر سامي دي صح عمر سامي صح حيث احمد عادل احمد عادل وبياخد كور كويس الناحية التانية في خالد وليد برضو نفس الحكاية لما تتزنق في الدفاع برضو بيلعبه على سنتر فرود والوينجين ووقات بيلعبه سبعة على اساس ان هو سام بينزل سابع في المرع التدخيل الكورة للوينج او تدخيل الكورة للفرود بتبدأ اساسا من الهاف والتاكتك اللي بيعملوه اللي هو تفويتات اللي هي تلت تفويتات او بيطلع بيعمل تاتش مع السنتر فرود ويكمل بقية المرعب فطبعا ايه اللي نأمله ان احنا نقدر نكسر الدفاع بتاع الزمالك اللي بنأمله كمان ان الوينجات برضو يبقوا كويسين المجل احمد عادل بياخد موقف كويس كويس بيقدر يخلص الكورة التخليص عليه عام كبير قوي يعني لو النسبة بتاعتنا سبعين في المية او تمانين في المية هتبقى حاجة كويس هنكمل مع اضيوفنا لكن هنطير سريعا الى اهلي الشيخ زايد وزاملتنا هنا ابو القاسم ونجمينا الكبير كابتن محمد عبد الوارث هنا الاجواء ايه في اهلي الشيخ زايد مع نجمينا كبير كابتن محمد عبد الوارث براحب بحضرتك كابتن خالد من جديد وضيفك الكرام وكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان وزي ما حضرتك قلت معي في هذه اللحظات كابتن محمد عبد الوارث مدرب طبعا فريق الشباب لكرة اليد بالنادي الاهلي في البداية طبعا براحب بحضرتك يا كابتن يعني مباراة كبيرة النادي الاهلي عنده دفع قوي طبعا بعد حصوله على بطولة كأس الكؤوس زا مالك عنده سكواد قوي جدا حريك شايف المباراة زي بسم الله الرحيم طبعا بحي كابتن خالد وضيفه طبعا فريق الاهلي جاي مباراة النهاردة راجع من طولة افريقيا كاس بيان روحه المعنوية عالية عنده حماس عايز يوصل كاس علام اندية للمرة التانية ان شاء الله سكواد الزا مالك طبعا قوي مفيش خلاف عليه بس فريق النادي الاهلي عنده عناصر شباب كويسين جدا كابتن طارق محروس عامل توليفة ما بين الشباب والعناصر الخبرة كويسة جدا عنده كابتن طارق عنده المميزات انه هو بيشتغل على السرعة ان شاء الله مباراة النهاردة نقدر نشوف فيها هندبول راكي هندبول الناس تستمتع به وطبعا احنا نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي فوز بالمباراة ويطلع كاس العالم التاني حاجة احنا دلوقتي بنقول المباراة ان شاء الله باذن الله تبقى سيطرة من النادي الاهلي احنا عندنا حراس مرمى عالية جدا ودي اللي هتفرق معنا اذا كان حراس المرمى والمدفعين احنا طبعا الهندبول دلوقتي تغير بقى عبارة عن دفاع بقى رقم واحد بلاس الفوز بريك فاحنا عندنا النادي الاهلي مميزين في الحتة دي وعندنا عناصر كويسة جدا تقدر اتفدنا في المرحلة دي ان شاء الله يعني فريق النادي الاهلي النهاردة بيشهد غياب بالحقيقة لعبين قوي جدا ومن الاساسيين عليك شايف هل الغياب ده يكون لي تأثير طبعا هيبقى فيه تأثير طبعا عمر كاستيلو ده وده الرايت وينج بتاع النادي الاهلي رقم واحد احنا عندنا دلوقتي فيه عمر سامي موجود بديل ليه وما فيش فرق طريبا ما بينهم كبير هو يقدر يشيل المكان ان شاء الله عندنا محسن رمضان هو حصلت اصابة معه في الطولة افريقيا بطالكوس بس احنا دلوقتي النادي الاهلي قدر يدعم بلاعب محترف انخر هرنانديز ده لعيب كوبي الاصل بيلعب في الكويت جاي اعارة معنا المباراة دي لعيب هايل لعيب ممتاز عنده قوة غير طبعية عنده مميزات كتيرة قوي ان هو في الاختراك وفي التصويب لعيب يعني مهاري قدر النادي الاهلي ان هو يستعيره في المباراة دي وان شاء الله تبقى ضفة قوية جدا لنادي الاهلي اخيرا بقى كابتن عايزين نعرف من حضرتك شايف ايه التشكيل الامثل اللي بداية مباراة اليوم طبعا التشكيل الامثل المفروض ان هيبقى مع عبدالعزيز ايهاب في الوينجليفت هو الجاهز دلوقتي مفروض ان هو احمد الشام سيسا هو كان مصاب معرفش حالته الصحية دلوقتي تقدر ان هو يبقى مشارك موجود مع الفريق ولا لا في الباكليفت هيبقى قسامة الجزيري لعيب التونسي لعيب من الطراز هيل جدا اسلام حسن عنصر الخبرة وكابتن الفريق والقائد المجموعة ان شاء الله بالانتصار النهاردة انخل هيرنديز هو يبقى موجود دلوقتي بديل محصر رمضان في الوينج رايت هيبقى عمر سامي لعب سريع جدا لعب بازاكي عنده مهارة عالية واحمد عادل سنتر فرود وبديله ابراهيم المصري هو المدافع بيدي بتحصل تغييره ما بين الدفاع والهجوم وعصام الطيار حارس مرمى انا شايف من وجهة نظري دي البداية الامثل اللي نقدر نسيطر عليها في المباراة بشكر حالتك جدا يا كابتن مرسي جدا وانا بشكر كل الناس وكل المشاهدين والاخوة اللي في الستوديو والمدربين وكابتن خالد وبقول حاجة بس بضفها ان شاء الله نفرح جمالي النادي الاهلي لعيبة تقدر عندها حماس عندها استرار النهية تقدر توصل لكاس علم قندية وتفرح جمالي النادي الاهلي وان شاء الله نبقى مبسوطين من نهار ده ونفرح ان شاء الله ان شاء الله كابتن خالد ده كان لقائي مع كابتن محمد عبد الوارث المدرب فريق الناشئين لكرة اليد بالنادي الاهلي قبل ما اختم كلامي طبعا باتمنى كل التوفيق لرجال كرة اليد بالنادي الاهلي وان شاء الله هم ابطال السوفر الافريقي لعودة لحضرتك مرة اخرى في الستوديو شكرك بشكرك جدا زميلتي هانابو القاسم من اهلي الشيخ زايد ولقاء مع الكابتن محمد عبد الوارث تفاؤل باذن الله الى النادي الاهلي في مباراة السوفر لكن برضو لسه في مفاتيح لعبة مهمة داخل ارض المباراة لازم معرفها كابتن ياسر لبيب الدفاع شيء مهم جدا ابراهيم المصري محمد رمضان في نادي الزمالك اكيد الاتنين دول هم رومانت الميزان في الدفاع في الفريتين وشوفنا دوت في المباراة نهاية الكاس لما كان محمد رمضان مش موجود والاهلي كان مصري ما كانش موجود كان برضو كان مريح من الشوط الاولاني ولما نزل في الشوط التاني حصل شوية فرق زيادة هو يعني محمد مصري هو المدافع المراحض في المنتخم ابراهيم مصري دي حقيقة ابراهيم مصري هو المدافع المراحض في المنتخم فهو يعني حافظ المكان ده وبيعرف يوجه اللايب اللي حوليه كابتل حسام غريب عاكيد لازم يسألك على البكات البكات المهاردة عبد الرحمن فيصل نادي اهلي ناحية التانية حسن وليد أو سيف الدرع تعالي ناحية التانية احمد الحمر احمد حسام ونحية نادي الاهلي انخل الهرب المنديز عمر حجاج مصطفى خليل كل دول شايف نوجد نظرك النهاردة تواجد البكات داخل ارض الملعب هبتدي بالنادي الاهلي انت عندك اللعيب الكوب اللي جاي ده اسهمه عالية جدا يعني كل الناس بتقولك ده لعيب بك ملعب لكن في مشكلة بتقابلك هنا في النادي الاهلي اسلام حسن زي ما كابتن الف الف بداية الحديث اسلام حسن خبرة بيعرف يشغل البكات فالنهاردة المباراة مش هتستنى هتبتدي تشوف رتم الملعب ايه فبالنسبة للبكات انت عندك فيصل باكلفت وعندك اللعيب المحترف بك رايت وده هينزل طبعا من اول دقيقة وعندك الهاف اسلام حسن اللي انا شايفه وامد عادل تحت في الدايرة ده مسلس قوي جدا لان اسلام حسن بيلعب على بشغل برجله كويس قوي فممكن هنا هيستفاد بيه لكن لو شلت اسلام حسن من النص على ما اظن توظيف البكات هينزل شوية لان الجزيرة مش هيلعب هاف صح يا كابتن؟ يعني الجزيرة مش هيلعب هاف كابتن الفي برضو كابتن ياسو كابتن بلال لا الجزيرة بيميل للبك اكتر فهي دي النقطة لو النادي الاهلي عمل شغل كويس جدا شغل الراجل ده المعترف دي هتفرق معاه لان في الاخر احمد عدل هيبتدي يشتغل لان كله هيبتدي على ده بالنسبة النادي الاهلي بالنسبة النادي الزمانك هو بيمتاز بالخط الخلفي لان زي ما قلت لك في البداية لو احنا بنقول خط الخلفي بنقول يحيى الدرع بنقول ان يحيى التانية الأحمر بنقول في النص هو مودي مودي لعيد نفس السيستم بتاع اسلام حسن بيميله نفس الشكل والبردو اللي يقدر يفيدنا في القاعدة بتاعتنا اتنين من احسن الهافات اللي جمع كابتن بنان وكابتن ياسر يقولك ان الاتنين دولات بيشغلوا الباكات كويس قوي يعني مودي بيشغل ولما بتجيله فرصة ان هو بيشوت فبيشوت تمام هنكمل لسه معا جمنا في استيروت تحييلك نهنطير سريعا الى اهل الجزيرة وزملتي نورهان طمان ولقاء مع كابتن هادي رفعت كابتن يا نورهان وليلي ايه الاجواء عندك النادي اخبره ايه قبل انطلاق الموراة بتلت ساعة تقريبا يا مساء الخير عليك تاني يا كابتن خالد ومستمرين معاكم هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي طبعا بالجزيرة الاجواء اتمنى اتمنى نكون كاميرا يعني عرضة من ورايا بعض الزحام طبعا امام الشاشة الكبيرة هنا في قلب مقر النادي وزي ما حركنا وهد احنا معانا shakespeare نجمة النادي الاهلي السابق وحرس مرما النادي الاهلي السابق كابتن هادي رفعت يعني يمكن احنا طبعا كابتن هادي احنا بنرحب بيك معانا في شاشة قناة النادي الاهلي والنهاردة مباراة همة مباراة لا تقبل القسمة على اثنين قولنا بقى يعني يمكن النهاردة احنا شايف طبعا الاجواء وشايف اهتمام الجماهير بمباراة الاهلي والزمايع في كورة اليد على الرغم طبعا هعرفين هي فيه طبعا كرة قدم يعني الأول أهلا بكي وأهلا بكل السادة اللي موجودين كابتر خالد وديوف اللي معاه هي مباراة بطولة يعني هي مباراة واحدة ببطولة وبطولة مهمة جدا بتوصلك كاسعالم الأندية يعني أعلى ما كان ممكن توصلك لعيب نادي يعني مش لعيب منتخب فطبعا إن شاء الله يعني بنتمرة التوفيق يعني للفرقتين وبالأخص للأهل يعني إن شاء الله لعبة النادي الأهلي يكون موفقة إن شاء الله النهاردة كابتر هذه الحركة طبعا كنت حرس مارمة وعارف كويس الأجواء اللي بتبقى يعني قبل مباراة بالصعوبة دي لو عملنا يعني يعني لو حبينا نقول كريم هندوي والطيار الاثنين لو حترهم قصاد بعض حليك شايفهم بالشكل فاني إزاي ولا يبص يقول لك على حاجة يعني كان عايز كمان يعني الطيار وفي حميد وفي كمان طهو يعني تلاتة يعني أنا شايف أي واحد فيهم ممكن إن شاء الله لو موفق هيعمل أفضلية كبيرة للفرقة النجاة أهلي إن شاء الله بصوا هما هما الاثنين يعني لو كده كلمنا على هندوي وعصامة الطيار هما الاثنين حراس مارمة المنتخب دلوقتي يمكن كانوا مستوى كبير جدا في كاس العالم وفي الأولمبياد اللي فاتت هما الاثنين بصوا هو دلوقتي الهنبول بقت الفرقة اللي جوانها بتصد ده هي اللي بتكسب يعني على طول فإحنا إن شاء الله بنتمنى التوفيق الاثنين وإن شاء الله بالأفضلية إن شاء الله لعصامة الطيارة النهارة إن شاء الله بعيدا عن مركز حرازة المرمى نقاط القوة والضعف يعني خلينا نتكلم عن نادي الأهلي نشايف نقاط القوة للنادي الأهلي فيين بالزبط؟ بص نقاط القوة للنادي الأهلي في كذا حتة الحقيقة في وجود المحترفين كان دي أسامة الجزيري ويمكن هردنديز اللي هو الباكرايت اللي جيه ده تبقى نقاط قوة إن شاء الله للنادي الأهلي يعني يعتمد عليها بشكل كبير متوسط الأعمار كمان أقلب كتير من اللي كان قبل كده فده ممكن يدي أفضلية كمان كسرعة مالعب يعني والكلام ده كمان أنا شايف إن هو الفترة يعني البطولة دي جاية بعد بطولة أفرقية أبطال الكؤوس فطبعا مدياهم دفعة كبيرة وغير إن بطولة أنا شايف إن هو إعداد كان كويس جدا لماتش زي ده إن شاء الله وربنا يوفى إن شاء الله نقاط القوة بقى عند نادي الزمالك بص نقاط قوة عند نادي الزمالك هي الفكرة إن هم العدد كان أكبر بالنسبة لعدد لعيبة الزمالك في المنتخب فهما بيلعبوا مع بعض فترة أطول وبعدين المدارب المنتخب بتاع مصر هو أسباني فنفس المدرسة اللي موجودة المدارب الأسباني اللي موجود معهم دلوقتي فهو تقريبا نفس السيستم فيمكن ما فيش اختلاف كبير في أسلوب اللعب فده طبعا ممكن يدي أفضلية أكتر إن كل الناس متعودة على نظام واحد ماشيين به بقالهم فترة واللعيبة كمان طبعا وجود أحمد الأحمر وجود يحيات دارعة طبعا فيه نقاط قوة مهمة لازم نادي الأهل يبقى عمل حسابه عليها وطبعا اللعيبة الجديدة اللي جات نادي الزمالك السنة دي كمودي وصفة دارعة وكريم هنداوي دول برضو وممكن تبقى من نقاط القوة مهمة جدا لكن إن شاء الله النادي الأهل يبقى لعب ضد الناس دي كتير فإن شاء الله الدنيا تبقى ما فياش خوف يعني إن شاء الله اللعب المصري بيفرق معاه شوية المدير الفني إذا كان محلي أو أجنبي؟ لا يبص هي بتفرق المدير الفني المحلي بيبقى أحسن شوية في فكرة إن هو عارف سيكولوجية اللعيب عارف إزاي بيتعمل مع اللعيبة عارف الكلام ده كله لكن المدرب اللي بيجي من برة بيبقى هو جاي عنده سيستم معين بيبقى عايز ينفزه فمشكل اللعيبة تقدر تنفذ نفس السيستم بتاع المدربين اللي برة فيمكن لو أنت قيمتك 18 واحد ممكن مثلا ليقدر ينفذ السيستم ده 11 أو 12 لكن المدرب المحلي بيبقى فاهم أكتر حاجة زي كده فالناس كلها بيبقى قادر يجمعهم ويمشيهم على مستوى معين أو على سيستم معين يعني فربنا كريم إن شاء الله أخيرا يا كافتن يد أو كرة يد نادي الأهلي هل إحنا محطوطين في ضغط في الفترة الحالية؟ ولا يبسي أهلك على حاجة يعني هو ماتش زي ده يعني بأجواء زي كده ده أول ماتش تقريبا في الموسم يعني يعني بداية موسم دي حاجة وبوصلك كاسعالم إن دي حاجة تانية طبعا أكيد أكيد عليهم ضغط أكيد ربنا يكون فالهم عليهم ضغط بس أنا شايف إن ده يعني كل اللعيبة اللي موجودة هي اللعيبة دولية ممروا بالضغوطات كبيرة جدا فأعتقد يعني إن موضوع الضغط ده مش حيأصر بالسلب يعني إن شاء الله يبقى حاجة إيجابية لكل اللعيبة إن شاء الله شكرا جدا يا كافتن هادي ده كان لقاءنا طبعا مع كافتن هادي رفعت أحد نجوم النادي الأهلي السابقين وحرس مرمى النادي الأهلي السابق هنا من مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزية شكرا لك جدا يا كافتن خالد وعود إلى الاستوديو بشكرك زمالتي نورهان طمان لقاء جميل مع كافتن هادي رفعت ود رأيه في حراس المرمى وزي ما احنا عارفين إن حراس مرمى النهاردة النادي الأهلي أو نادي زمالك هم رمانة ميزان الملعب لكن لازل بسأل كابتن حسام غريب النهاردة شفنا صور جميلة بين الأهلي والزمالك واللعيب الأهلي والزمالك والروح الرياضية الرائعة التي يتميز بها لعيب الأهلي والزمالك النهاردة كابتن حسام شاف الصور دي ازاي ورسالة إلى جمهورين من الأهلي والزمالك طبعا في البداية بقولك هو ده في بداية الكلام إحنا في الآخر عايزين نطلع بمباراة جميلة جدا مين يكسب فيها دي مش مشكلتنا لكن هي الروح اللي بتخلي الأمور تبقى ماشية كويس كابتن فرقة نادي الأهلي من كابتن إسلام لعيب أخلاق ولعيب محترم ولعيب مؤدف كابتن فرقة نادي الزمالك كابتن أحمد الأحمر لعيب أخلاق ولعيب محترم والاثنين في علاقة شخصية جميلة جدا بينهم هما الاثنين لما كنت أنا ماسك رئيس الجهاز وكننا بننزل بنلعب مع النادي الأهلي بلاقي الأحمر مع إسلام حسن صحاب وحبايب والفرقة كلها فهي بتبتدي يا كابتن خالد وطبعا كابتن يعني يوافقوني بتبتدي من كابتن الفرقة ده أحمد الأحمر مع كابتن طاري محروس مع طاري محروس مع عادل حتلاقي ناحية تانية إسلام لأنه بيحب معروبي فهي الأمور كلها كابتن هي كابتن فرقة كابتن الفرقة هو اللي بيلم كابتن الفرقة هو اللي بيبقى الروح كلها شغالة كده هو زي ما حنا اتفقنا وقلت لحضرتك أن كابتن ياسر لبيب كابتن نادي الزمالك كابتن نادي الأهلي وكابتن منتخب مصر ما فيش فرق بالعكس هو حسام غريب على رياحة رياضية عم كابتن حسام طبعا حكام المباراة النهاردة من تونس المباراة العربية على أرض مصرية في بطولة أفريقية حكام تونس النهاردة سمير كرشان وسمير مخلوف رأيك إيه في إدارة المباراة لحكام التونس النهاردة أنا شايف أنه طبعا ده حاجة كويسة جدا وحاجة مميزة أنه عندنا إحساس بالعرب بالذات ببعض غير الأفاركة الأفاركة بالتحت بي عندهم مشاكل بمساعات طف قوي ساعات ما باخدوش بالهم أنه فيه حاجات بسيطة ممكن تحصل من اللاعبين بفهمهاش أعتقد لدي من الحاجات المميزة جدا النهاردة أن الحكام التونس يكونوا موجودين النهاردة متواجدين في المباراة أنا فقط كنت أتكلم عن حاجة بسيطة بالنسبة للإسلام و بالنسبة للدرع أو مودي اللي هلعى في النص أنا شايف أن الإسلام دوره النهاردة قوي جدا لأنه علاقته مع أمخيل هنرانديز قوية جدا أنه لازم يلعبه الرجل ده جاي من كويت ممكن يكون يعرف إسلام كما لعب منتخب بصر فمحتاج حد النهاردة يتواصل معه بسهولة خبرة إسلام هتساعد كتير جدا ليطلع من أمخيل النهاردة إزاي يبقى لعيب مؤثر في المباراة ده دور قوي جدا النحا الثاني أنا شايف أن زي ما قال زي ما شايفين قدامنا حكام المبارا بيستعدوا لبرا سامير كرشان و سامير مخلوف تقدر كابت الحمار النحا الثاني برضو عندنا عندنا ميزة كبيرة جدا في الزمالك أن الخط الخالفي ده بلا مع بعض عطول إسكن حسق قداح، إسكن الدرع، إسكن مودي، إسكن أحمد التجلس بقاله سنين مش نقول مثلا بقاله شهر أو شهرين مثلا عشان كده بقول أن دور إسلام النهاردة قوي جدا أنه هو هيلعب إزا أن خيل النهاردة في المباراة و يدخلوا في مدر المباراة بسرعة بسرعة جدا و يعرف آه يدخلوا ده مهم جدا أنا واحد جاي من بلد تانية وبعلي أسبوع فده أعتقد ده مهم جدا دور إسلام الهدى لازم يكون بداية قوي دور إسلام حسن مهم لكن دور مرسلين في فروع النادي الأهلي هو الأهم عشان نيني السورة حية لجماهير النادي الأهلي بتفرج علينا همطير سريعا لنادي أهلي مدينة ناصر وزميلي محمد توفي لك الكلمة بسرعة ناصر كابتن خالد تحياتي ليك وديوفك كرام في الاستوديو التحليلي وكل جماهية للنادي الأهلي بتبعنا من كل مكان من كاملين تغطيطنا وابرات السوبر الأهلي والزمالك ومشهد أكثر من رأي هنا داخل مقر النادي الأهلي بمدينة ناصر جمع كبير جدا من الأعضاء بيحرصوا على مشاهدة المباراة و يعني صررنا نحن نتكلم بشكل فن أكثر على مباراة ونضم لينا كابتن أحمد السحيلي نجم من نجوم النادي الأهلي السابقين والمدير الفني الفريق 2002 كابتن أحمد اعتهدت ليك في البداية مباراة كبيرة ومباراة سوبر شايف المباراة فنية نزاي خاصة وهي في بداية موسم ولكن النادي الأهلي زي ما نقول بدأ بكأس كسر فكرة كان دي أول مباراة راسمية في الموسم النادي الزمالك وإن شاء الله يبقى موسم كوارس بطولة إن شاء الله مهمة طبعا تحياتي الأول لكابتن خلد عوضي وكابتن محمد الألفي وكابتن ياسر لبيب وكابتن حسام الغريب طبعا وكابتن أحمد بلال إن شاء الله سوبر أهلاوي إن شاء الله الأهلي راجع واخد بطولة كسبان روح المعنوية مرتفعة طبعا تكريم الكابتن محمود الخطيب للفرقة ده برضو هداهم حافز وإن شاء الله عندهم إسرار إن شاء الله للسوبر يبقى أهلاوي إن شاء الله كابتن أحمد أنت كنت لعب سنتر النهاردة دور إسلام حسن خاصة زي ما بنا شايفين أنخل هنندس أول مباراة مع الفريق شايف التجانس يحصل إزاي في المباراة إن شاء الله إن شاء الله إسلام قدها إن شاء الله إسلام خبراته طبعا مع عسامة جزيري مع مصطفى خليل إن شاء الله الأفضلية تبع للأهلي إن شاء الله إن شاء الله يبقى إضافة قوية للفريق وإن شاء الله السوبر أفريك إن شاء الله السوبر أهلي إن شاء الله بأمر الله شكرا كابتن أحمد بالتوفيق كابتن خالد دكة أجوان وكلامنا هنا من مقر نادي الأهلي من مدية نصر كما حداك وضيفة كرام شكرا زميلي محمد توفين من أهلي من مدية نصر اعتقد نادي الأهلي نهاردة قناة الأهلي مقدمة أجواء من داخل مصر وداخل تغطية من داخل تلات أندية تلات فروع وزي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة النهاردة بنزول نادي الأهلي ونادي الزمالك هنخرج فاصل وترجع لنا مرة تانية متقدم النادي الأهلي بنتيجة الشوت الأول في مباراة السوبر رفيقي مع نادي الزمالك 16-14 قلنا السوبر أهلاوي بإذن الله إن شاء الله سوبر أهلاوي النادي الأهلي بدأ مباراة ولا أروع ولا أحلى من كده بصراحة دفاع قوي جدا حراسة مرمى بقيادة عسام الطيار دفاع قوي جدا بقيادة إبراهيم المصري وسرعان ما تدارك نادي زمالك الموقف في ديها 22-23 بالتقدم لكن رجال النادي الأهلي بصراحة أمتعونا في آخر الشوت الأولاني وقدروا يوصلوا لبر الأمان وبنتيجة 16-14 فعلا النادي الأهلي النهاردة بيلعب مباراة قوية وقوية جدا تركيز حماس روح يلا يا أهلي يلا إن شاء الله السوبر أهلاوي نروح لفاصل وترجعوني مرة تانية بالتركيز والحماس وروح الفادلة الحمرة إن شاء الله السوبر أهلاوي سريعا هنطير إلى صراحة الدكتور حسن مصطفى وللتعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك أحداث شوت التاني مباراة الأهلي والزمالك في سوبر اليد وزميلي إهاب رجب ركل كلمة ألف أبروك لنادي الزمالك ألفوز ببطولة السوبر الأفريقي للكرة اليد هارد لك لعيبة نادي الأهلي لازم جوه الستيديو مبارك لكابتن حسن غريب كابتن نادي زمالك كاتر حسن ألف مبروك شكرا كابتن والفوز بسوبر أفريقي الله يخليك شكرا كابتن خالد شكرا كابتن ألفي لازم نشوف إيه الأسباب إيه اللي حصل في المباراة رأيك إيه بعد أحداث مباراة والزمالك يفوت 28-27 بعد تخضر من نادي الأهلي في أشوط الأول والله إنت ديئة عشرة في الأفطايم التاني كان الزمالك متعادل وبدأ يطلع على الأهلي جون واثنين حتى أنا قلت لحسام غريب وإحنا فرق جون لصالح الزمالك لازم نوقف لازم يوقف فيه تايم اوت في الوقت ده لا ما اتخدش التايم اوت لكن اتخد بعد جونين طبعا إحنا ضيعنا جوان كتير جدا 3-4 كور من جزيري من فيصل من كور اللي هي ارتدت عليك فاست بريك كان فيه دروب للطيار في آخر 7-8 دقايق لغاية الدقيقة 22 أو الدقيقة 20 غيره طارق ونزل حميد بعدين هو نزل بعد كده في دقيقة 22 أو 23 صد كورتين كان الزمالك غير فلفل ونزل كريم كينداوي كريم كينداوي برضو طلع كورتين منهم كورة مهمة جدا من أحمد عدل كانت هتبقى التعادل المطش في الآخر خالص بقى تعادل واتكهرب في آخر نص دقيقة وبقى يبقى فيه انتحامات جامدة منها الكورة اللي اتعور فيها أداح حسن أداح طبعا فرقة النادي الأهلي كان لازم تعرف ان يحي درقل هو اللي هيشوت الكورة لأن أحمد الأحمر نفسه واقف جوا الحيطة بتاعة الأربع العيبة فكان لازم يبقى فيه واحد بيقابل واثنين بلوك على الأقل عشان يقفلوا زاوية مع الطيار لأنه وشايتها يعني درق مش طويل زي حسن أداح وشايتها من فوق وشايتها تحت يمين فلازم كان البلوك يقفل الزاوية الشمال وإعصام يروح على الجزائر زي دي كورة اللي قدامنا لو تيجي تشوف انت كده الأهداف من الأهداف أحمد الأحمر ثمانية منهم بلنتيات حسن أداح ستة يعني الحتة بنص الملعب محطوط منها 14 جول أنت بقى عندك زيزو حطت ستة الهرنانديس حطت ستة أحمد عدل من عدية موضوع قطري واخدها قطري وينجليفت وينجليفت اللي هو لما الأحمد عدل حطت جوان إمتى لما هو لعب خمسة واحد أو تلاتة اتنين واحد بقى بياخد كور كتير تصد منه كورتين منهم كورة مهمة اللي قلت لك كان فيها التعادل كانت كورة مؤسرة كده بس أنا عايز أحكيها مش أنت بتحملوش هو الزنب أو بتحمل أي حد الزنب هي مباراة قوية هي مباراة قوية جدا وأظهرت أن فيه في مصر الحقيقة فرقتين كويسين يستاهلوا أن هم يلعبوا أفريقيا ويستاهلوا أن هم يلعبوا السوبر الأفريقي اللي ده بيغوغدين ده وقت بطولة الكاس وده من بطولة الدوري فالحمد لله أنها تلاكت مطشة حلو جدا مفهوش أي مباراة قوية ومنتعة كابتن ياسر لبيب قلت قبل المباراة أن الأخطاء الفرقة اللي هتقلل أخطاها هي اللي هتفوز بالمباراة شفت المباراة زي كابتن ياسر طبعا مبركة سريعة فيها لعطات فنية كتير تصويبات متنوعة وده يعني حاجة في النهاية بتصب في مصلحة منتخبنا ممكن أنا قلت لك أن في الدفاع منطقة النص من أهم مناطق الدفاع وده بيساعد حرس المرمى أنه هو يشير وراء قلب الملعب قلب الملعب قلب الملعب أنت كنادي أهلي حتى ما عملتش الكلام ده النهاردة وبالتالي أنت أديت فرصة لتصويبات معظمها من على ستة متر أو اللعيب بيصاوب مرتاح على الطيار فهو ما قدرش يساعدك كتير ولو أنه هو عام ماتش كويس لكن وبتجري فاص بريك أنت عملتش كلام ده النهاردة يعني فاص بريك أنت مجريتش فاص بريك في الشرط الأوليني كان نجري فاص بريك أكتر كتير يمكن مرتين تلاتة لكن الماتش اللي فات لأ كان فيه جاري كتير حصل الكلام ده في الشرط التاني شوية يبدأ الفريتين يجروا جون هنا وجون هنا فالكلام ده طبعا أثر كتير زائط الأخطاء الزيادة في الشرط التاني خلاص الزمالك يبتدى يركب المباراة وهارد لك بقى في النهاية هي كرة يا صابت يا خات اه بالزبط كانت رحمة بلال شفت المباراة زي بعد الستين دقيقة والمباراة لغاية آخر ثانية يعني أنا من وجهة نظري إن مباراة كرة اليد النهاردة في السوبر الأفريقي كانت مباراة ممتعة من ناحيتين من جانب الآهل ومن جانب الزمالك الخبرات هي قالت كلمتها في الآخر لأنك كتب تبصل لمرحلة إن الخبرة هي اللي بتقدر تحللك المشاكل يعني واحد زي الأحمد الأحمر السيف الدرع أعتقد علامة قوة كبيرة قوي في خبرات نادي الزمالك إن هم حتى كنا مكانت شتروح للمنجل الجن حتى هم دول المتحكمين في سير المباراة إسكان هيشوت أو هيباصي أو يسقط أو يعمل أساس للعيب اللي هاجيب جون وكان ضغطها جدا هم النهاردة اللي اتنين دول اللاعبوا حسن الأداح نهو جاب ست جوان أعتقد حسن الأداح النهاردة ستة هو اللاعبوه حسن الأداح لازم يلعب زي ما قلنا كده إن هيرانديس دازم يلعب لازم تلعب الباك اللي انت جايبه اللي هو بيعرف يصوب دي كانت كانت نقطة التحول في النسبة الزمالك إن هو رجل المباراة في شوري تاني والنقطة التحول العكسية بالنسبة لأهلي إن فيه أخطاء فردية مش عايز أتكلم على لعيب بس فيه فيه لعيب عمل فورستيبس مكورتين حولوا المباراة من قلب المباراة من تعادل لفرق واحد كرة تانية لفرق اتنين بقى المطشوات جاية بقى دروقتي مين هيقدر يتحكم في زمام مباراة يعني أصدق إن زمام الأمور اتثابت لما حصل خطأين من النادي الأهلي هو العيب طبع هي بتقى أخطاء فردية زي ما كنا متكلم وياسكا بتكلم أخلاق فردية أخطاء فردية دي في مطشي تقيل زي دوت ما تستحملش ما تستحملش في الدائل الأخيرة كمان في الدائل الأخيرة كابتر الحساب غريب هنبريك لك مرة تانية ولوك ألف اللي مبروك لكن إنت كنت بتكلم بره الهواء إن كابتر أحمد الأحمر وجوده في نادي الزمالك هو أخيمة كبيرة جدا كابتر خالد وكابتر العدين كلام اللي قلته قبل المباراة هو اللي حصل بالزبط قلت لحضرتك حاجة نادي الزمالك خبراته عالية جدا جدا يعرف إزاي يكسب نادي الزمالك وكابتر ألف موافقين وناس كلها موافقين طبعا ما تلعبش مع نادي الزمالك حجمة بحجمة صح ما تلعبش معه هجوم منظم لا نادي الزمالك عالية جدا هيكسب هيكسب بأي بخبراته لا بخبراته كابتر ما أنا ممكن اللعيب يبقى خبرة ومش فعائل كابتر في فرق من خبرات ناس بتاعت بطولة وفي فرق من خبرات لعيب كلنا لما نكبر بيبقى عمدنا خبرات لكن نادي الزمالك خبرة بطولة بيلعب على أفريقيا فلازم كان لازم يتحط في الحزبان كده هو أني نادي الزمالك عنده لحمر سيناريو قلناه وهو اللي حصل لحمر لعيب ما شاء الله طبعا ما حدش كان فيه عالي بيلعب الدرع النهاردة ابتدى فيه أداح يطلع لعبوه بكار لعب وصلوا أربع خمس كور خلص فيهم مع أن فيه هندوي على فترات فلفل على فترات لكن أساس مكسبك خبرة اللعيب الأحمر والدرع زي ما حضرك قلت والكابتن ألف يال الدرع ده بيشوت فما فيش لأن بس هو عنده ثقة بنفسه إن هو هيشوتها هيحطها لحمر النهاردة بيلعب خمسين ديئة هشرين ديئة الأولين بعد كده رياحها كابتن ياسر الشوت الأولين الشوت الثاني الكرة هم بتطلعش من إيده قال يا جون يا إما أسس للاعيس فخلاص أنا حفظت نادي الزمالك يعني أنا كحسام جدي بحفظت نادي الزمالك وبقول فعلا أحمد الأحمر ظاهرة لن تتكرر في مصر دي حقيقة دي حقيقة متفقق متفقين معاك مية في المية كابتن ألف شفت النهاردة المدير الفني أوليبا الروي هل قادر يقود نادي الزمالك أو نادي الزمالك تقاضي المباراة بنجومه الكبار الموجودين فيه أنت عايز رأيي أنا شخصية طبعا دي حتى نزل رأيي طيب الوقت هو الرجل حقيقة مسك باله وقديه باله شهر شهر ما يقدرش يوصل الفرقة للتوب فورم بتاعتها أو يبقى فاهم أنه هو يعني اللي هيعمله لو أنت لاحظت في التايم آوت أو في المرة بنادى أحمد الأحمر ونادى يحيى الدرع بيتكلم معهم مين اللي بيتكلم يا يحيى الدرع أي أحمد الأحمر وهو بيوافع على الكلام في الهفتام الأولالي لما تفرق جنين ندى في الأول الهفتام التاني أنا آسف لما كان الأهلي فارق جنين كان بيتكلم معاه حمد الروبي بيفهمه إيه الحكاية أنه هو يعني لسه أول شهر ما شافش شاف مطشات حبية آه لكن ما شافش مطش زي الأهلي قوي زي الأهلي فطبعا يعني أنا ضد المدرب الأجنبي في الأندية يعني أنا شخصية ضد المدرب الأجنبي في الأندية لأن أنت إمتى هتدي فرصة للمدرب المصري أنه هو يبقى كويس لازم يبقى فيها مباريات زي دي هي اللي بتخلي المدرب المصري ياخد آه عبارة عن خبرات زائد أنه هو الفنيات بتاعته اللي بيحطها في الملعب تخلي عنده خبرة بالمطشات اللي هي المهمة اللي فيها آه مكسب جون أو جنين يعني يمكن نشوف فيه في الدورة حاجة تانية لما نشوف تتويج النادي الزمالك النهاردة واحتفاله بكأس السوبر ورفعوا معان طريق كابتن أحمد الأحمر كابتن ياسر لبيب حراس المرمى النهاردة كان على فترات زي ما كابتن حسام غريب قال شفت بحراس المرمى زي كريم هنداوي فلفل عصام الطيار وحميد بص هو كأقل أقل من آه من مطاق آه آه وشايل فيها أربعة بلينتي في الشوت التاني وراء بعد آه النهاردة كان على فترات آه وما نقدرش نحمله من أن الدفاع كان مفتوح آه يعني معظم الكور اللي تصوّبتنا على ستة متر آه يعني بتبقى اكتهاد من حارس المرمى لكن ما تقدرش الشايل حارس المرمى مسئولية آه الكورات اللي يابت صوّبنا على ستة متر المفتوض الملعيب بيبقى أعلى آه يعني ستة متر المفتوض العيب تبع نسبته من تعملين تساين في المية أكتر من كده آه كابتن بلايل النهاردة شفنا قلب الملعب للنادي الأهلي مفتوح شوية مع برضو نادي زمالك الفراو ده عارفة تستلم من تحت من تحت زي برايب مصري من ناحية تحت من تحت محمد رمضان شفنا كتير أحمد عدري شتغل كويس خالد وريد شتغل كويس في نادي زمالك هو في حتة في النادي الأهلي أنا بس عاوز أتكلم فيها أنا معرفش طبعا ظروفها بس عدم سببات التشكيل في فترات الطويلة بمعنى؟ بمعنى سنتر هوف كان بيتغير كتير بمعنى إسلام جزيرة وإنه حد تاني يا مصطفى خليم العاشر مترايح على سنتر هوف مركزك لا أسرع أنا عندي مشكلة أن في جايب العيب محترف فأنا عاوز ألعيبه أنا ملوجة نظري أنا ملوجة نظري أن أنا بابقى متفق أن في سنتر هوف يلاعب البكين ويلعب الدايرة ممكن توصل للجنع بس أنا بأتكلم في حتة أنه نص كان فيه عدم سبات التشكيل يعني نحن بس ما عليش نحن غزبا عننا بنقارن بين فريق الزمالك وبفريق الأهلي مزبوط يعني الأهلي سبات سبات يعني الدرع والأحمر موجودين زي ما قال كابتن حسام حسام عشر دقايق بس اللحمر طلع فيها إنما في سبات عارف الخط خلف مين بتغير في واحد بس اللي هو نما نطلع أبداح ونزل محمد ألق قوائس قبل كده كان سيف كان بلعب رايت وبعدين طلع بعد الكاتل فأنا أعزي فيه سبات فالسبات ده بيحفظ يعني إحنا عاديين برة كنا بنتكلم إن هيرونديز دوت مرة يجري على برة ومرة يجري على النص الولد ملحقش ممكن يكون وقت قصية فهو الولد لسه ما تعودش على سيستم اللعب بتاع السنتر هفات اللي كان بتلعب أو السنتر باكات قلب الدفاع قلب الدفاع وقلب الهجوم هم دول حتتين اللي احنا بنبدأ بيهم التاكتك هم دول البداية اللعب للباقي اللعيبة السنتر باك أو الباك رايت أو الليفت وشوفنا نهارده إن هو الولد التاريخ خوش من برا بس كان ممكن نقول اتأخر شوية أو وقته كان متأخر شوية إن هو جاي وقت قصير ما أخدش على السيستم اللعب بتاعهم كتير ونهارده برضو نجي نظري إن تمييز نادي الأهلي بالسنترات السريعة والفاست بريك ما حصلش اللعبة في وجود بعض التغييرات في الشوت التاني اللي كان فيها اللحمر بيغير وكان فيها وكان فيها برضو أعتقد في حد تاني كان بيغير خالد وليد خانزل اه ومحمد رمضان مكان أداح ومكان أحمد رمضان فالوقت ده بمجموعة لعيبة عندك تقدر تعمل كده وكود تتعمل كده دي أعتقد كانت محتاجة إنها نرجع فيها فترات طويلة شوية في المشروط التاني بالذات لما أنت كنت متأخر بهدفين أعتقد دي تأخرت شوية أو ما حصلتش كتير وده اللي وحنا كنا نتكلم فيه بالستوديو إننا متعودين على النادي الأهلي أو متعودين على كبتن طارق محروس إنه عنده السيستم ده بيحبه أو مميز فيه أو بيعرف يعمله كويس من قام بطولة العالم يكملها مع المتخبش خلينا نخرج لفاصل وترجعونا مرة تانية ونشوف كبتن هيقوله إيه عن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي أهلا بيكم مرة تانية في الستوديو التحليلي أو بعد مباراة الأهلي والزمالك وفوز نادي الزمالك في السوبر الأفريقي لكرة اليد والذهاب إلى السعودية للعب في بطولة العالم كبتن ياسر لبي بتكلمنا عن صنع اللعب أو كلمنا عن صنع الألعاب لكن أكيد السرعة في الأداء في الشروط التاني كانت ملائلة شوية بص أنا يعني خلينا نبقى شوية نشي مع التطور في كرة اليد الجديدة مركز سنتر هاف بالمفهوم التقليدي بتاعنا ما بقاش موجود أول وانت بس بتنزل في البوزيشن الأولاني بعد كده بص لكله تغييرات أي حد بيلعف في البكرايت في الليفت في الهاف تلاقي الخط الخلف كله بيغير مصبوط المشكلة الحقيقية هي في التفاهم بين اللعيبة أنت كنت بتلاقي اللعيب النهاردة اللعيب الكوبي أنت بتبقى عمل ضغط جوه المدافعين وتلاقيه هو وراء المدافع فخلاص أنت مش هتلاقي حدد تباصيله المفهوم لما بكون أنا تحت شوية بالكرة جوه المدافعين لازم اللعيب يبقى وراء شوية عشان ياخد من وراء عشان يبقى ظاهر لي كذا مرة بتلاقي اللعيب بتاعك أنت بتدخل ضغط تلاقيه هو وراء المدافع بين واحد واثنين ده نتيجة عدم التفاهم هو مش عارف أنت هتلعب هالو عشان يخش بين واحد واثنين ولا هل اللعيب الكوبي ده كان لازم يجي شوية بدري قبل كده أنا رأي كده لازم على قلي شوية اللعيبة تتعود عليه تعود على تحركات اللعيب النهاردة أهم حاجة في الموضوع تحركات اللعيب أنا بسيب لك كرة أنت يعني هتلاقي هو خط كرة في بداية المباراة وهو عامل بجي عامل الجام بتاع الخطوة واحدة دي كان ممكن تتكرر كتير لو أنا متعود عليها أو متعود على الحركة بتاعتني متعود على الطايمين بتاع الباص بتاع اللعيب اللي جنبي لكن أنت الكلام ده ما تقدرش تعمله في يوميا فهي دي كانت مشكلة كانت مشكلة بالنسبة لك كابتن ألفي النهاردة النادي الأهلي في الباكليفت متأثر شوية رأيك إيه؟ مركز الباكليفت النهاردة في الملعب ما فيش باكليفت في النادي الأهلي وعمر حجاج كان مصاب فيصل عبر الرحمن فيصل باكليفت لازم يتطور لازم يتعمله كرس تدريب خاص ما هو إزاي يعمل الاضطراب من المدافع لازم يعرف يخش إزاي بين واحد واثنين مع أنه مباصي ثلاثة أربع كور للوينج اللي هو زيزه اللي هو قعد ست جوان فيه تفاهم بينهم من بعض لكن نفس الضغطة بتاعته كلها دايما على نص الملعب ما فيش ولا ضغطة راحت على إيه؟ بين واحد واثنين مصطفى خليل بيلعب هاف ولا بيلعب باك أنت مش عارف هو بيلعب إيه؟ يعني الناس اللي بتفرّك بتعرفش هو بيلعب إيه؟ طب الجزيري بيلعب باك في تونس طب هنا بيلعب باك والله هاف برضو بأنت عبد الرحمن فيصل هو البكر الصريحي اللي موجود عندك فأنت إزاي فيصل داوة لازم يتعلم إزاي يقرب من المهاجم لأن الفورستيبس اللي عملها مرتين دي أساساً اللي هي اللي دوله عليها الأبروتش إزاي يقرب من الفرجل المدافع وإزاي يعرف يشوت الكورة من البك لابت إزاي ما يحدرأ شاط إزاي ما أدح شاط كويس طبعاً التحضير ليه مش كان كويس قوي التحضير كان مش يعني التحضير في النادي العالي النهاردة ما كانش كويس كانت نادي الزمالك بيطلع البكين بيطلعوا على البكر اللي هو الهندانديس دا وبيطلعوا على عبد الرحمن اللي هو فيسك والرجل اللي هاف بيبقى محتاس بنك دي ودي لولاً أنه هو أنه فيه تلات أربع كور نزلتها على الدايرة فرجعت واحد من البكات التفويت أو التفوتين اللي هو اللي تكلم عليهم كابتن ياسر ربيب الراجل شايتهم ما شاء الله بدون أي حد لمسهم في النص ثانية اللي حطه أربعة اجوان كمان حطيتهم مجهود فردي يعمل مروحة مرة يشوت مستبات مرة فهو الراجل داك اللي لازم يجي قابليها بشعر يلعب المباريات الحبية عشان يبقى فيه تفاهم بينه وبين اللي جنبه طبعاً أنت خسرته وعمر سامي في أول الماتش في أول بنتشاته تصد منه داك الكرة من الوينج تصدت منه فبقيت بتلعب بالولد الصغير اللي هو مهاب كويس طبعاً مهاب أساساً باك بلعب في 2000 بلعب باك ما بلعبش يا وينج فأنت ايه طبعاً اسمه ايه دوة كاستيلو صعبت كاستيلو ومحصر رمضان مأسرة جامعة في النادي الأهلي النهار تفرق في المباراة دي يا خطر ألف وجودهم داخل رمضان طبعاً لأن فيه تفاهم بينهم وبين بعض مع اللعابة اللي بيلعبوا على الناحية الشمال مع السنتر هاف أو البلاي ميكر اللي بيلعب معهم مع أحمد عادل اللي هو السنتر فروت يعني فيه كان تناغم بينهم وبين بعض هارموني كده بين الفرقة كلها بدليل إن الكرة بتوصل لغاية الرجل هارنديس دا بيبقى زي ما بيقول ليسر دبيب إنها سابق شوية سابق شوية الكرة تتقطع الرجل السنتر هاف مش عارف يبصيها وباصة جزيري باصة كرة للوجة طلقة تقاوت لإن الهارموني بايز فيه حاجة مش مظبوطة طبعا عدم موجودة هل دا إجهاد من بطولة أفريقيا هل دا نزول كيرب هل دا إيه بالزبط لا بقولك الهرنديس دا كان لازم يجي بدري شوية هو العيب كويس وكل حاجة لكن التفاهم مع باقي الفريق مش موجود الصرعة اللي هي بتاعت النادي الأهلي الوينج رايت أو الوينج ليفت اللي هو كاستيلو وعمر سامي وزيزو ووسيسا مش موجودة اللي كان متواجد بس شوية سيسا مرة واسمه إيه دا وات أربع خمس كور اللي هو الست جوان للعادتهم عبد العزيز عبد العزيز أما أحمد عادل بقى واخد لما لعبه خمسة واحد أو لعبه ثلاثة اثنين واحد اتفتحت الدايرة فبدأ ياخد كور فهي بقولك الهارموني واقف عند إيه عند الهرنديس مش عشان حاجة عشان هو بقى هو طبيعي ما لقابش كتير معاه كابتر حسام غريب الخط الأمامي النهاردة بكار وخالد وليد وأكرم يسري شايف أداهم إزاي داخل المباراة لا هو بكار رقم واحد خالد وليد على فترات يعني لما جانوا مثلا في كورتين أو ثلاث كورت رجوله حطوهم وفي كورة جاتلوا في وقت قاتل تصدد تمام لكن هي المشكلة كابتر خالد خلينا نبقى صرحة عشان نطلع من التحليل ده إن إحنا نكحين سواء نادي الزمالك نادي الزمالك بيحافظ على كيانه الأفريقي وأنا قلتها في البداية تمام النادي الأهلنا رأيي النهاردة نادي الزمالك أو بلاش نادي الزمالك لعبة نادي الزمالك اللي ستار اللي هم الخمسة أو الستة اللي أنا قلتهم هم كسبوا طريق محروس بمعنى أنا النهاردة كلعيب بلعب على دماغ أو فكر المدرب اللي قدامي صح يا كابتر؟ كويس فالنهاردة أنت النهاردة لغاية النهاردة أنت ما بتقراش سيناريو نادي الزمالك ليه؟ هقول لحضرتك ليه؟ لأن سيناريو نادي الزمالك لحمر والدرع والدفع للنهاردة كمان وده إنجاز في السيف وبكار وقداح وانت لغاية وقت يعني ايه؟ ماشي على سيستم مش قد تغيره أيو كويس وابير عب 6-0 يطلع يقابل يطلع يقابل كابتر خالد كابتر خالد كابتر خالد إنت عندك حراس مرمة ودفعت لكن ما جرتش إنتجرت على فترات صح ولا لأ؟ مظبوط لا أنا قلت لك في البداية قلت لك الروبي جريء لو جاله وقت إنه هو هيجري هيجري ففي كذا سنترة لو تفتكر في ست دقيق ده يجري وده يجري. لا الزمالك ما كشش. الزمالك رايح. الزمالك رايح. ليه؟ الزمالك بطبيعته هو ده هو ده بيلعب على ايه؟ بيلعب ان هو خسران فرق اثنين صح كابتل مش كان خسران. كان خسران فرق اثنين. في ديئة ستة عشرين صح؟ الاهلي كان خسران. الاهلي كان خسران. في بداية الشوت التاني الاهلي ركب. كان ركب مرة ثلاثة جوان. هل الزمالك ققف الكرة؟ لا الزمالك جري. لان هو عارف. وهي دي النقطة اللي ممتاز بها الزمالك. وهي دي اللي لازم ما تزعلش مني. لازم ينزل بالنادي الاهلي يدرس. احنا الف به تدريب. يدرس اللي قدامه. هيدرسه فيديو ويدرسه حرام ستة سبعة ماتشاط. الادرسة مع مقناة. بديتكلم بديتكلم بالتحديد تماما كابتر حسين وكابتر رحمة بلال. اه النادي الاهلي النهاردة داخل المباراة كان يقدر يغير اسلوب دفاعه ومسلا فيقدر يعدي بالمباراة ولا رأيك اين؟ لا هو فيه وقته لقات ما اقدرش يحكم على طرق الدفاع المختلفة الا لما يكون يعيش مع الفرقة. بمعنى ان كابتر محروس ادرب فرقته. باللحظات اللي هي المهمة جدا ديه هو عاد يكسب. هو مجد نزل عشان يكسب. بس نسبان بطول افريقيا. بالزبط. فهو مش مش عاوز يجازف. هو اكيد عارف امكانياته وعارف حدوده ومدرب عليه. فحنا ما نقدرش نحكم من نواقك. اه احنا ممكن نتكلم من هنا بس هو اه طبعا اه عنده الدراء الاعلى. لان هو صاحب صاحب الفرقة وهو اللي اللي بتحكم في مستوى الفرقة وعارف امكانياته وجهازات اللاعبين اسكنبجانيا او جهازات اللاعبين عمتلا. اه انا انا بس عندي مشكلة في الكرة اخيرة. هم. ايه كرة اخيرة دي نقطة التحول. انمكن انا وانا قاعد كี่نا اقول ان 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 لا امق Zero اه دي حتة دي. ان انا مفيش لى يعيب هم لازم موط نفسي. انا موط نفسي عشان انا واكل شاهد من تقريب من عشر متر و حداشرة متر بي الشوت الكورة. انا موط نفسي ان انا اعمل بلاك نقطه ناسف يعني احنا بنقول ساعات ايه? هموت المهاجم. عشان مش خليجي بجون. او جروح تجربت. يعني مش هلموته لكن هنقف العادة كل الطرق يعني. بالمعنى احنا نحاول نحن نوقف في الكرة ايه. فطبعا الكرة دي كل نقطة التحاول. ان انا المطش كان هيرجع تاني. وكان عنده فرصة تاني ان هو المطش يرجع لان ان انت لما تبص كده في اخر اخر النص ديه كان الادية هيوع تلات دهائق برا. تلات مطشاق تلات هجمات برا. هجمات بركة فدوله هجمتين كمان. وتحس كده ان في لود او المجهود بتاع البدني بتاع النازل زماني اكتعب. لان الواحد زيال الاحمر. ما شاء الله ستة و تلاتين سنة ستة و تلاتين سنة سنة دلات حاليا. ما شاء الله الله اكبر يعني. فطبعا انت تلعب كمان عشر دقايق كمان. اعتقد ان هو كان هيبقى فيه فرصة ان ما تش يرجع تاني. وتبقى النتيجة ممكن تختلف. فانا الكرة الاخيرة ديت نقطة التحول كبيرة جدا للبعض اللاعبين ان هم ما قدوش واجباتهم العادية. من غير توجيه والله. يعني انا ما كلمش على كابتن التاريب. لا لا مش كبير توجيه. طبيعي ان انا الكرة دي لازم تقف. وطبيعي ان انا اموت عشان ما 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 توصلش للجون. مش 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 تعالي توصل للجون. لا ما توصلش للجون خالص. وطبيعي ان انا شايف خبرات زي براهين مصري والنادي كان لازم موجه كويس او اللاعيب. في اللحظة. ده الفرق كابتن. في اللحظة التالسة والاخير ده. اتفضل. اتفضل. وكابتن بيبقى قال. خبرات نادي الزمالك في الملعب. موابور ده كابتن خالد احنا كلنا كنا لعيبة. طبعا. المدرب ليه فكر في اوقات صعبة جدا. هو دي اللاعي. اللاعيب هنا بقى. ده الفرق بين الزمالك والاهلي. الزمالك عنده واحد واثنين وثلاثة يديره اخر دقيقتين او اخر دقيقة او اخر ثلاثين ثانية. صحة كابتن. حلول. لا كابتن بلال. حلول. ويقدر. خبرات. ويقدر يوجه. هنا ساعتها بقى. انت مش هتسمع. المدرب خلاص. المدرب خلاص. هنا دورك انت اللي هو كابتن يسي بيقول عليه في اول في اول اللقاء. خبرتك بقى. خبرتك ان انت ازاي تبقى مدرب الملعب. بالمعنى بقى البلد كده. ازاي تبقى المدرب. جوة منال الثلاثين ثانية او العشرين ثانية. الزمالك بيمتاز بيها. حناك ما فيش على المصر. طب المصر مش موجود. مين اللي هيوجه اللاعبة? ومين اللي هيوجه؟. تبقى فده دور اسلام بعد المصر. هي دي النقطة. فهو ده دي اللي بتكفت الزمالك عاليا. لانه هو مش لعب. مش لحمر بس. هتلاقي. هتلاقي الدرع بيوجه. هتلاقي الكريم هندو بيوجه. هتلاقي هتلاقي هتلر بيوجه. لا. الزمالك فيه. التوجيه بالخبرة اللي بيقدي للمكسب. هي دي النقطة. خلينا يعني نهدي الاستدر شوية ونخلي نجمنا كده نستريحه. ونخرج الفاصل وترجعونا مرة تانية. اهلا بيكم مرة تانية في استدر التحليل للمباراة الاهلي والزمالك السوبر الافريقية وفوز نادي الزمالك على نادي الاهلي. بنتيجة 28-27 في آخر سنية في المباراة. كابتن ياسر لبيب شفنا المباراة وشفنا احداثها وكلكم بتكلموا أو ما نطلع من الهو بتكلموا على آخر سنية في المباراة. هي آخر سنية دي مباراة يمكن دي آآ يعني نفس الموقف ده متكرر في كزا كزا مباراة. نفس القصة نفس الدرع آخر كورة في المباراة. في فاينل الدوري يعتقد بقى. آآ. بس كانت في الشمال فوق في المرادينين. ما زلت متفكرة. فما ينفعش ان انت تسيب الدرع يا هولي ستليمو انت عارف ان هو الدرع يا الدرع اللاحمر ما فيش حد غيرهم. في الحيطة. في الحيطة. فالطبيعي مين لا يجي يشوت? في الدرع. يبقى لازم اوقف الدرع. كان يفروا عليها. ودي كانت محتاجة تفاهم. يعني حد من ملعب من الدفاع. اتنين يبقوا جنبوا بعض اطول اتنين يعملوا بلوك. ويبقى متفى مع حارس المرمى. والباقي يقابل. والباقي يقابل لكن مش كلنا. يعني لازم يبقى متوزعة. المهم كانت متوزعة في الاخر ابراهيم مصد. ابتلاح حسام. هنقل بقى ونقول لك مبروك والف بيوم مبروك لك على مجردات النهاردة. لكن ناتزة مالك رايح يقابل برشدونة بكامل نجومه في بطولة العالم. هل ناتزة مالك محتاج تدعمات في البطولة دي ولا حيسافر بكده? رأيك ايه بصلاة عشان? لا هو محتاج تدعمات. محتاج تدعمات بالذات الرجل اللي خلص تغي احمد الاحمر. يعني انا مش عارف اقوله ايه. ده هو هيرايح لغاية لما يسافر السعودية. هيرايح شه? لا. لا. طبعا محتاج تدعم. يقدر يعادي مورادي يا كبتل وأصعبه. لا بصراحة يعني. بصراحة. يعني صعبة. خلينا نتكلم. بطل أوروبا. بس ممكن يعمله جيم حلو جدا يا خالد. يعني ممكن الزمالك يعمل مبارحة. بس صراحة مصر النهاردة. ربع الاولوبيات. وانجوم مصر كتيرة جدا. فمتش مبارحة. بس ده. منتخب انت خلاص خدت ثقة. والعالم كله خد ثقة ان منتخب مصر في الاربع الاوائل. مزبوط. صح او لا كابتن? صح. وده مش مش حاجة كده مش اقول لحضرتك حاجة ان هي حاجة زاهرئي او حاجة وقتية. لا. دي حاجة فعلا احنا نلعب في سواء بطولات عالم او سواء اه اولوبيات. اتريكم انتخب مصر يجب لازم استغلكوا انتم موجدين كلوك عشان اتخب مصر. لا. ويدي الحقيقة. لازم كل واحد ياخد حقه. لكن انت بتتكلم النهاردة في برسلونة. لعبة كم بطولة عالم. كم بطولة عالم. كم بطولة عالم. كتير. كسبة كم مرة. كتير حي. نفس الزمالك في افريكا وبرسلونة في العالم. كابتن الفي جينا على منتخب مصر. ولازم ما سبكش بصراحة. سديدة. حضرتك رابع العالم في الفي الواحد. كابتن ثلاث منتخبات في عندك لعيبة كتير موليد 2000 على مستوى عالي زي أحمد الشام زي حسن أداح زي اسمه إيه دوة المهاب اللي كان بلعب النهاردة في عمر سامي في الود الموليد 98 اللي هو زيزو يعني في سيف درعف 98 فانت عندك مثلا محصر رمضان 98 خالد وليد 98 الجون بتاع الأهلي اللي هو حميد وطيار حميد وطاها طاها 98 وحميد 2000 فانت عندك نخبك كتيرة من اللعيبة موجودة كان زمان بتنقي من مثلا من 40 لعيب ولا تدين لعيب انت الحمد لله دلوقتي بتنقي من 120 لعيب طبعا انت عندك دلوقتي ايه ناس من احترف أبر علي زيند برشلونة دودو و احمد يشام وسانة فنيم مدو حاشم في بوخارست خالد في مجر كل الناس دي عايز تطلع كمان عندك ناس تلعب بره كل دا بي فيه لا هلو الزباك مش تسيب لعبته لا اكسراحة لا في عقود بتخلص يعني انت اللعيبة كلها طلع من عندنا من نادي اليوب بس عقود خلصانة فالعقد لما بيخلص بيبقى الراجل فري فاهم ازاي؟ طبعا يحي درع في الجيش هو ووسيف الدرع كان جايل لهم كان يحي جايله برشلونة وكان سيف جايله دا دي بتاع مردونيا كويس؟ فانت الناس دي لما تطلع بره هتدي فنهيات اعلى هتدي خبرات بيكساسبوها من الدوري الاوروبي منتخب مصر روح فاته تانية هحكي لك بقى حاجة اتفضل انت بتخسر امتى في الاولمبياد او في الكاس العالم انت بتخسر سبع ماتش او ثامن ماتش كويس؟ مش الاوائل مش الاوائل الاوائل انت بتعدي فيهم يعني انا ضد ضد عصب غريب ان فرشلونة ممكن الزمالك يعمل ماتش كويس مع فرشلونة ممكن يكسب ممكن يعدام في الاول اه فاعمل زي لكن بعد كده انت بتخسر عشان المجهود بتاعك والطاقة بتخلص طيب انت اللي بتلعب هنا في مصر ما بتلعب يومين في الاسبوع خميس و جمعة مثلا او جمعة او سبت هناك بيلعبوا يوم السبت خميس و جمعة او سبت او سبت او حد وبيلعب يوم الاربع بطولة اوروبا فبيبعنده مجهود وطاقة بيتعامل بيتعامل على انه ياخد على ثلاث ماتشات التعاود بتاع اللاعيبة دي يقدر يكمل بيها المباريات في الاولمبيات احنا لعبنا ست ماتشات في اتناشر يوم طبعا اتقى خلصت وبعدين انت هناك بيبقى في اتنين لعيبة في نفس المكان لما انت واحد يمشي من عندنا هتلاقي واحد بيطلع مكانه بيلعب حتى لو بيلعب 80% وده كان 100% هيستفيد وهيتقيه وهيخش يبقى الفنيات بتاعك وتبقى كويسة فهيبقى المنتخب بتاعك عنده بدل الواحد في اتنين او ثلاثة في نفس المكان انت رايحة درق النهار ده لعيب 60 دقيقة 13 من الملعب المفروض ان هو يطلع يريح بعد 17 دقيقة الكرفة بينزل ده مكتوب كده في الكتب لكن هو الكرفة منزلش ليه ان هو بيكافح طول النهار بيتمرر صبح ودهر وليل بيتمرن ثلاث مرات في اليوم انت عايز يرون ما يسافر برا يتمرن نفس الحكاية ايه اولا دي بالتفاصيل انا ممكن اقول حاجة غلط ما عرفش صح الله الله لا لا اقول لي تعاذك هم بيجوا عندي في اليوم القوف بتاع نادي الزمالك بيتمرنوا عندنا في النادي اه ويمكن انا خسرت الماتش السيمي فاينال بتاع الكاس بكورتين من درع كان بيعملهم في التأسيمة بتاع تيوم التلاتة قطع كورتين من كان هادي اللي رفعت هو الجون اه طلع الكورة وقطع حمرتين احتراف اللاعي بقى كابتن بلال انت راجل محترف وكابتن مصر في 2001 وحاجات كتيرة جميلة اذكرات جميلة احتراف اللاعبين احترافت في دمسا احتراف اللاعبين هيفرق معهم في المتحب فاسبانيا سوريا معالش نفس فاسبانيا واعني التركيا شوية تمام طبعا بتفرق كتير جدا احنا عندنا اللا نقول عليها الحالة اليومية للعيب المختلف مختلف عن مصر عن اي مكان في العالم يعني احنا التعايش اليومي مختلف وفي حاجة اسمها التزام من الف لزد من ايه توزد احنا عندنا هنا اه في شوية فوضى شوية اللاعب اللى بتحافظ عن نفسها واللي عاوزة تبقى في مستوى عالي إزا ما تكلم بكتب عاليب صراح تكاوي لا لا دا حقيق ما هو هكابت القال في اهل اللاعب اللى بيعمل اكف بروح تمرق يعني ده هو ده اللى عاوز هو ده اللى عاوز هو ده اللى عاوز هو ده اللى عاوز يبقى فوق ومنزلتش تحت ابدا زي يعني اسف مش عادة عن الكرى الكتيب بس زى اللى أحمر بس يعني مسلا ماشي الله ستة يتين سبب تيتين سنة بيتكلم ان هو محافظة عن نفسه. لما يلعب النهار ده خمسين دقيقة تقريبا ده حاجة من نسباننا حاجة جميلة. حاجة حاجة حاجة. مساء بيتحك عشان ما تقولش عليه. لا. بيتحك عشان ما تقولش عليه. اه ده ما بقولك بس. هو هو في في كده دي دي حاجة بتبقى جميلة للعائل الزغيرين او الاطفال الزغيرين. يتعلمه ويشوفه. واحنا بنتكلم الكلام ده بنوصر رسالة للناس اللي بتحافز على ولادها اللي بتدي ولادها الجرعة التدريبية الصحيحة وما تزاودهاش. وان قصة ان الولد عاوزي بقى بطل لازم هيحط نفسه في في تطحيات. اه في بوتقة او في دايرة عشان يوصل للمستوى دا. فده نمازج عندنا كتير ما شاء الله عندنا النحمر عندنا الدرا عندنا اسلام عندنا عندنا ناس كتير يعني. اه اه يعني الاسلام برضو احترف برضو شوية برضو. فعندنا لعبة كتير احترفت. بدون بدون ما نسى حد يعني اه في الجيل الموجود ده. هو ده الجيل اللي بيقول ان كنت اليد دول وقت بقعت احتراف. ويه كمان اه حميد احترف. حميد احترف. والعضيار انا كنت سامع ان كان فيه. عايز احكي لك حاجة برضو ايه? يعني معليش انا ياسف يا جامعة. لا كابتر لعبة كابتر لعبة كابتر لعبة. لا اه. انت كابتر لعبة كابتر لعبة. انا خليل عب بك لبت وانا في الاول احنا كنا كنا في الاول والله. خطى امامي. خطى خلفي سوري. تبعندك شوية حاجات مثلا يعني مثلا ايه الاكل. مفيش هناك بامية ومسقعة وملقية. مفيش. ازا بيأكل ازا بيأكل حاجات على قد المجهود اللي بيعمله. طيب حسين زكي لما راح لعب في السنان. فهو مستوى تقدم ليه? بيصحى الصبح يتمرن بدني. الساعة واحدة معها البرنامج بتاعه زي ما بلال قال برنامج بتاع الحديد بتاعه بيخش الجيم يشتغل حديد. لو ما اشتغلش حديد مش يبقى كويس في الماتش. كويس في الماتش بيجي الساعة ستة يلعب عنده. فيبقى عنده 18 ساعة لواحد وعشرين ساعة في الاسبوع بيتمرنه. انت عندك هنا بيتمرن خمس مرات بس في الاسبوع. خمس مرات بعشر ساعات. بيشتغل الصبح في الجيش الصبح في المدرس الصبح في الجامعة الصبح. ما بيجيش. فهم ازاي? بيتعبان. بيوصل تعبان عندك. يعني انا عندي لعيبة بطلت عشان تعبانة. تعبانة. اه. لازم اقول لك كابتال ياسر لبيب. يعني بيو كرة رادر مصرية. واحترافك في المانيا برد. في المانيا. اول تجربة اعتقد لعيب مصري. احترف. افتكر بعانا والنصيح بتاعتك ايه اللي لعيب المصرية? هو نفس الكلام هو مش هزيد عن الكلام اللي هم اللي اتقال ونظامك. يعني انت مسلا منضمن الحاجات اللي فاكرها ودائما بذكرها. مم. ان انا قبل ما ابتدي الموسم. انا معي ورقة فيها ايه اللي ليه و ايه اللي علي. هم. لو تاخرت عن عن التميين خمس دقيق. المدارب ما بتكلمش مع ك. عارف يقولك انت خمس دقيق متأخر. بس. هم. فكل حاجة انت بتبقى داخل. بايح. عارف ايه اللي ليك و ايه اللي عليك. هم. فدي طبعا نقطة مهمة. هم. فهو دي الاحتراف العلم الاحتراف آآ علم تاقي. الاحتراف يفرق معناتك في لعبتنا. جدا. نقدر نوصل وننافس على كاس العالم واو الاولمبيات. طبعا. طبعا. انا يمكن انا قلتها برضو في البطولة اللي فاتت ديها في الاولمبيات. انا قلت انا نافس. نقدم نافس. اه طبعا. من وجهة نظرك. طبعا. كابتر حسام غريب احسألك شو هي. مدير فني اجنابي او 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 ادير فني مصري متضحل مصري دلوقتي? مدير فني مصري. مصري? ليه? مصري. ليه? خلاص. ليه? اه. اه. مدير فني اجنابي سوري. يعمل لي طفرة. ايه الطفرة اللي تتعمل? اللي هو العفاين. كويس. انا بكرم معك بصراح. انا معك برضو. انا ما بخص حق حد. اه كويس. لكن. النهاردة انت السيستم بتاعك. هو اللي حيض حفظ. بعد كنا متكلمة. ها تمام. هل النهاردة لما هتقابل يا كابتن الفي هتقابل السويد? ولا هتقابل المانيا? مش هتبقى عاملة سكاوتينج عليك? طبعا. صح يا كابتن الفي? صبعا. ما خلينا بقى نطور دماغنا شوية. فضل. كويس. انت النهاردة فرقتك استوت. خلاص بقت جهزة. انت هتعمل لها النهاردة مدرب مصري. دماغه عارف يعني اين اللعيب المصري ده. ادي له امكانيات يا كابتن خالد. ما اتميزسي الاجنبي عن المصري. انت عندك مدرسة قديمة. ادي بقى الامكانيات للمصري زي الاجنبي. ما انا بقول لحضرتك هو. تمام? انت رابع عالم الكابتن الفي. اول عالم الكابتن جمال. رحمه الله ارحمه. تمام? اه اول عالم. مجدب المجد. تالت عالم. طريق محروز. ما تزعلش مني ما هيدي كلها مدارس يا جماعة. طب عايز اقول لك حاجة سريعة عشان. اتفضل على سريعة العشان انا بنختل. سريعة جدا. اه تفضل. دلوقتي الجهاز الفني اللي معه براندو. براندو. كام واحد? حوالي ستة تقليل ما انا سبعة? طيب ما تدي للمصري كده. انا كنا بسافر تلاتة. اكيد اكيد ده حاجة مهمة. اكيد ده شيء مهم جدا. ده منتخب مصري في المرحلة الجاية. لكن قبل ما اختم. هاخد كلمة اخيرة. عن من كابتر حسام غريب بالاخص. وقول لنجوم التحليل معي النهاردة. والروح يا يا سيدة تقول لي ايه الجمهور الندين النهاردة بعد المباراة. وانت عارف تكمل الكلام على السوشيال ميديا. وبينشد مع بعض. لا انا اقول والناس تبص. الناس تشوف. يبقى بص على الكابرة. الكابتر ياسر لبي. انا عايزك تبص على الكابرة. الكابتر. الفي. اه. الكابتر خالد ده نادي ده نادي الاهلي. صح. لكن انا قاعد في وسطهم. شرف لي ودولة اخواتي. وحبايبي. وكل حاجة. طبعا كابتر بلال اخوية وكل حاجة. لكن احنا بنتكلم على الاهل وزمالك. مفيش تعصوا بقى كابتر خالد خلاص بقى كفاية. الزمالك النهاردة كسب. صح? مبروك. من قيمة اسبوع النادي الاهلي كسب. مبروك للنادي الاهلي. مبروك. هنتقابل في الدوري. هنتقابل في كاس. لكن في الاخر. احنا عايزين شهر واحد. بطولة افريقيا. ده اهم حاجة عندنا. ده اهم حاجة عندنا. كابتر رحمة بلال. انت المحايد. اللي اعيد معنا. تقول لهم ايه لجمهور النادي النادي. ما قلتش حاجة. قلهم بس شوفوا. روح اللاعبين هم دخلين مع بعض. هم في الماتش دلوقتي اللي هم واحد وحد طلع فرحان. اكتري حالي. اه. انما هو جواهم ان هم اصحاب واخوات ودي رياضة. في الاول في الاخد رياضة. فيه حد لازم يكسب وحد لازم يخسر. كابتر ياسر لبيب. كلمة اخيرة. عمر اللي عيب في الملعب. مصير. هل يلعب لك عشر سنين خمساشر سنة. مش هيبقى باقي غير الصداقة اللي هي اللي بدهم. زي كده صداقتنا بحسام فلسطينا واي من. طبعا. يعني وجود الناس دي خصينا دي اه بالدن. دي حقيقة. دي حقيقة. دي حقيقة. كابتر قال في بقى انت صنع اللجوم واخر صنع مليك. والكلمة الاخيرة ليك عشان نقف نقف. لا اما هو انا بتكلم برضو الاهلي والزمالك المفروض ان احنا صاحب مفيش واحد في الاهلي. وعندوه صاحب حميم في الزمالك. يعني انا كان حسين وحسن صقر والبلتاجي. حسين جاب يبقى معي في القوضة. بعدين حسين راح العين. بقى البلتاجي اللي بينام معي في القوضة. اه مسلا تدور على الاشرف. كان تحسين لبيب رئيس نادي الزمالك بقى. هبارك له ناردة? هبارك له. هبارك له. مسلا تيجي تتكلم على الاشرف عواضه مجد يابو المجد. اه. برضو تنين صحاب اول انهما كانوا يمرانوا عندنا في اليوبلس. تنين مع بعض على طول. تيجي تتكلم. ليسر لبيب وايمن صلاح وخالب العواضي وايمن صلاح. وايمن صلاح. ده كان ماتش الاهلي وماتش الزمالي. وخدوا الكرة في وشه تاني وفكر في المعسكر معي. لا بص بس المفروض مفيش انها يعني مفيش شد. مفيش شد. مفيش على طول. اه في طبعا جمهور ما بيبقاش فاهم الرياضة. لازم نوصل لهم يعني فيه صداقة بين اللاعبة وبين المدربين وبين الاداريين. يعني فيه مثلا بتكلم فلان يا احمد يا بلال عندك لعيب زيادة ها هاتو عندنا يلعب عندنا. يروح عندك تعالى مثلا عندنا بنلعب ماتش. الماتشات الودي اللي احنا بنلعب احنا بنلعب ماتشات وديه بالتليفون. ونبي تعالى نلعب مع بعض. زاهلي زمالك مع اي حد. فاهم. فكل الحاجات دي المفروض الجمهور يبقى فاهم ان مفيش الحزازيات. بلاش نتفرج على ليفر بول بيلعب مثلا مانشستر سيتي ولا مانشستر نهاية جمهور هايق طول الماتش. لكن في الاخر. صحاب وحبايب وبوصوا بعضوا وسلموا على بعض. والمدرب دايس. الروح الرياضية تسود. الروح الرياضية تسود بنبارك لنادي الزمالك من خلال قناة الاهلي بنوب الف مغروك. والفوز بالسوبر الافريقي والتأهل الى بطولة العالم. هارد لك فريق النادي الاهلي في مبارات السوبر. حب اشكر كل النجوم اللي كانوا معاني النهاردة. اشكر كابتني كلهم. كابتن بالاخص هو الاكبر وهو اقدر بالشكر. كابتن محمد الالفي. اشكرك جدا 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 جدا. نورتني وشرفتني. كابتن احمد بلال. نورتنا وشرفتنا. جيت لسكندرية ماختش خطر ان تكون معاني النهاردة. اه صحبة جميلة. كابتن ياسل ابيب بي بكرة الرياضي المصرية. وكابتن حسام غريب. شكرا جدا. في النهاية بنقول لجمهورنا. هلت مقولش انه منادي الزمالك? كابتن كابتن حسام غريب كابتن ادي الزمالك. في النهاية بحب اشكركم اللي كنتم معاني النهاردة. حاولنا نغطي كل حاجة. وعايز اشكر حاجة مهمة جدا. برودكشن هذه المباراة من قناة الاهلي. بشكرهم جدا على نقل مستوى نقلي كان عالي جدا. مستوى النقل من كل من كل اللي كان احايا اللي كان معاندينا. كان حاجة حيلة. نقل مباراة بالاخص كان من قناة الاهلي. في النهاية بشكر كل جمهور لتابعنا النهاردة. بشكركم. واللقاء في مباراة اخرى قديمة. بإذن الله.